بسم الله الرحمن الرحيم. أتكروا حافظ يا شباب. نستكمل إن شاء الله المحاضرة الخاصة بـ CSS اللي حكنا عنها سابقا في المحاضرة الفتاة. بس مراجعة سريعة على اللي اخدناها في موضوع CSS قلنا اول شغلة بدنا نفهم او اشي CSS هي اختصام من cascading style sheet. وقلنا ايش معنات cascading احنا بس بدنا نفهم منها انه ال cascading هو عبارة عن ليرات متتالية تمام. في الاخر بتديني الشكل النهاي اللي احنا احنا اتكلمنا عنه او اللي احنا شايفينه او الباين لمين او الظاهر لمين للكلينت هذا او اللي تزبون او صاحب الموقع او انت فعليا كمبرمج لان اتكلمنا بعدين عن syntax تبع السياسات كل syntax مكون من شغلتين اساسية اللي هو موضوع selector زي ما انتو شايفين. وموضوع التاني هو موضوع declaration declaration مكون من probability زي ما انتو شايفين وليش وال value تبعتها كل احنا بمكاننا نضيف اكتر من declaration لنفس السيلكتور اللي احنا بنحدده. ف declaration مكون من probability value وال probability زي ما قلنا احنا ان هي مجموات الخصائص اللي احنا بنضيفها لمين لهذا العنصر اللي احنا حددناه سابقا هو ايش السيلكتور. من ثم اتكلمنا عن مثال بسيط فعليا كيف هذا كيف احنا بنكتب syntax تبع السياسات قلناها هاي العنصر اللي هو عبارة عن السيلكتور تبعنا. تمام. وهاي عبارة عن ايش عن declaration مع بعض هدولا. اللي مكون من probability تبعتنا وال value الخاصة فينا. طبعا احنا declaration او probability بشكل نعم عنا في اكتر من خصائص او اكتر من خاصية من الخصائص موجودة لهيش لل css ونحن نتكلم منها فيها. اتكلمنا عن موضوع comment. كما قلنا احنا سابقا تكون كالشكل هذا اللي هي عبارة عن slash نجمات نعم. واي عنصر بتكون موجود جواه هي تكون معمولة comment بمعنى لا تتنفق لا يتم تنفيذها تمام داخل ذلك. لكن هي تكون مكتوبة جوا الكود لكن لا يتم تنفيذها لا يمكن عمل ال represent ليلها. حكينا بعدين على موضوع selector احنا الآن في عنا سابقا قلنا سابقا قلنا سابقا قلنا سابقا قلنا لدينا مجموعة طرق عديدة لتحديدها وقلنا هذا الطرق كانت تمثل بالشكل التالي وقلنا اول اشي اللي بدي نفهم من كيف نحن نحدد سابقا قلنا طريقة قراءتنا بشكل صحيح هذا العنصر عشان نفهم ايش هي التحديد تبعها او بماذا تمثل او ايش العنصر بالضبط اللي انا فعليا تطبق عليه هذه الخصائص اللي احنا حكينا فيها قلنا اول مثال قلنا اول مثال هو عبارة انه فعليا انا حدد العنصر تبعنا حدد العنصر يعني بدلالة العنصر نفسه قلنا احنا لما يكون دلالة العنصر نفسه نحكي انه فعليا بالطريقة التالية انه هنا مثلا كل الاتش وان يعني ايش مقصود فيها يعني كل العناصر الاسمه اتش وان هنا بالطريقة هادة تمام تحمل خاصية ايش انه ياخد النص تبعي لونه احمر فبالتالي فعليا لو انا عندي اتش وان هنا وهنا اتش وان وهنا اتش وان فهذه كل هيتم هدول الاتشات هدول تمام كل هدول حياخدوا الخاصية ويش الكلارة تبعهم اسمه ريد الطريقة التانية انه انا بحددها حسب مين حسب اسم الكلاص تبعي حسب اسم الكلاص تبعي هو عن طريق فعليا اعمل هي النقطة هادة واسمه ايش الكلاص تبعي هنا بمعناها هادة كيف تقرأها بطريقة صحيح معناها بالتالي انه كل العناصر اللي تحمل اسمي Class XX هياخد الكرة تبعي اسمه يلو تمام؟ طبعا احنا زي ما قلت انا كل العناصر ايش مقصود فيها؟ انه انا فعليا لما اطبق ال Class سواء كان Class او ال Identifier اللي احنا حكينا عنه انه هي Class او ال ID طبعا هي بطبيقة وين؟ هي عبارة عن Attribute للعنصر نفسه يعني هي مرتبطة وين؟ في عنصر يعني انا فعليا ما بحط Class الا يكون ايش مرتبطة في عنصر سابق لائلها تمام؟ اللي عبارة عن Attribute زي ما قلنا فهنا معناها انه ايش؟ انه كل ال Classات كل ال Classات اللي اسمه XX طبق لي عليها الخاصية اللي هو colorless yellow فبالتالي هو فعليا بدو يروح يدور وين في عندي Class اسمه XX بغض النظر ايش اسم العنصر او ايش العنصر تبعه؟ فهنا اطلعوا كيف انا في عندي Class هنا هتطبق على هذه تمام؟ اللي اسمه XX تمام؟ هنا وفي عندي طلعوا كيف في عندي Class تاني هنا تحت برضو نفس الاسم ما اخدها اللي هي XX تمام؟ هاي اللي هي ذاك ازايك فحيطبق الخاصية اللي اسمها color yellow على التنتين على البراغراف هذا برغم من هنا براغراف وعلى مين؟ وعلى ال H1 هادي اللي هي تحمل نفس الاسم Class XX تمام؟ الطريقة الثالثة اللي هو بدلالة مين؟ بدلالة ال ID ال ID الاسمه ايش الاسمه هنا عندنا قدامنا زي ما هنا شايفين هو اسمه XX فبالتالي فعليا بيتو يدور هنا كل العناصر اللي تحمل ID اسمه ايش القيمة تابعته ايش اسمها XX فبالتالي هنا هيدور وين ال ID اسمه XX هنا تمام؟ هيدور هنا هنلاقي مثلا هذا ال ID اسمه XX طبعا زي ما قلنا نحن ال ID اسمه ايش عبارة عن ايش يونيك ففعليا المفترض اني ما الاقي إلا عنصر واحد يحمل القيمة اللي هو XX تمام؟ فبالتالي فعليا هيا هيدور ال ID اسمه ايش XX وهيطبق اللون اللي هو ال brown على عنصر هذا كمان فيه طريقة عندنا فعليا انا بدلالة سأكون اكثر تخصيصا اكثر تخصيصا هنا تمام الهو بدلالة العنصر واسم الـ Class تبعوه. هان شمعنات هنا هان زي ما انتشافين هان قدامكو هان الـ H1 اللي هي تحمل Class اسمه XX. بالتالي يعني انا بدأ دور على العنصر هان راقيت الى بدأ دور على العنصر اللي هو اسمه H1 اللي بيحمل Class اسمه ايش XX تمام درباكو بشكل هنا قلنا كل الـ Classات لاسمها XX اقدر اسمه هلا سيئز مقاطعه لحلى العنصر تمام خاصه اللي بحمل كلاس اكس اكس فبالتالي فعليا هادي كيف دقرهه كل العناصر اسمها اكس اكس وتحمل كلاس اسمه اكس اكس حطلي الكلارة يطبقها باللون الازرك حتيال فعليا هيدور ان اله مقاطع صاني اكس اكس هاي اكس اكس تمام؟ بدور هنا فيه اشي تاني غيره فبلاقي هنا فيه عندي كلاس اكس اكس لكن ايش يا شباب؟ هذي براقراف فبالتالي هنا مش هيطبق عليها هنا مش هيطبق عليها هتطبق فقط وين؟ على هذا الانصر آسف على هذا الانصر تمام؟ الهو وين؟ الاتشوان اللي كلاسه اكس اكس يعني الاتشوان هنا اللي بتحمل كلاس اسمه اكس اكس هو هتطبق عليها الخاصية اللي هي اللون اللي ازرك هنا نفس الفكرة التالي السابقة انه الاتشوان thμεام اللي تحمل ايد اسمه اكس اكس هيعدين اللون اسمي ايش ازرق بتالي فعاليا حدو رؤية الاتشوان او كل الاتشوان اللي تملك ايد اسمه اكس اكس تمام؟ الازرق ممكن احنا نغيرها نخليها مثلا بنك هنقول تمام فهيطبق هانا اللون ايش اللون هانا اللون ايش اللون الزهري اللون الزهري على اللون ايش العنصر هادر تمام زي ما برجع احكي لكم الايديا شباب يونيك يعني فعليا ما حلاقه عنصر تاني تمام سواء كان اتش وان او عنصر تاني ايا كان من عناصر اتش تمال تحمل نفس الاسم هنا لانه من الخطأ اني فعليا الاقي عنصر مثلا على فرضا انه براقراف بالشكل هادا حيث اسكيلة براقراف زي ما تعودنا الاقي ان ان الاد calidad حتى ا pesim nariz xx LAURA Mitviolin vs Mars ان اذا شخص ما اردت شخص ما امرا في الرجوع وان اراد ان كانوا تحت ا��분 대는 ثمоны ا Birmingham ابل اوق queste ان اقل لنفصل قيمة. بعدين حكينا عن الموضوع انه كيف انا او كيف انا بدي اصل للعنصر تبعي تمام بدلالة ابوه او بدلالة مين الكنتينر الاكبر منه تمام او اللي حاويها الاكبر منه او العنصر اللي ايش اللي حاويه تمام او العنصر التاني ايش اللي حاويه. فالتالي فاليا اللي هي طريقة الاينار تمام زي ما احنا كم نقرأها هادي قلنا للسكشن الموجود جواها figure الموجود جواه هناك. خليلي هادي ثلاثمائة بيكسل. فالتالي بده يدور على السكشن الموجودة جواه ه Piger الموجود جواه هنا. اه هو حيطبق عن مين على الامج هادي. يعني هو مقصود فيها بدوره مين على الامج هادي. فالتالي لو عنده عنصر مثلا. وريد اعمله بدلالة ابوه تمام او بدلالته الاه ال هو جواه او الكنتينر وهو جواء او الحاويل هو جواء او العنصر التاني اللي هو جواء تمام فانا مقدر ايش اقول له انه الامج الموجوده جوى الفيقر الموجودين جوى السكشن هدولا هاد الامج اعمال الوث ثبعتها بالطريقة هدي شوفو هانا شباب هانا في عندي امج جوى سكشن هل هل هرده هيتطبق عليها الخاصية الموجودة هانا اللي هي الامج هدي طبعا لا ليش ليش هيتطبق عليها لانه هاد الامج مين ابوها السكشن لكن هاناش قصته انا هانا الامج موجوده هون جوى جوى مين جوى الفيقر فبالتالي عامش هطبق هانا هطبق اين على هادي وهانا انا عملتها مور谁 فايق . اعلم اكتر تخصيصا جوى الامج الموجوده جوى الفيقر الموجوده جوى هذا السكشن الذي انا حددته اذي ايه فبالتالي فالتالي فائلين اصبق علي الامج هادى منه هادى بعدين كنا في عملية جروبينج للي من بده ان اكتب كل عنصر اللي ملاقي اكتر من عنصر عندي او اكتر من الامج تمام اه موجودين عندي اشتركوا بنفس الخاصية اشتركوا بنفس الخاصية فبالتالي احنا اشنا نصوي الان ممكن احنا نجميحهم مع بعض ونديهم الخاصية المشتركة اللي احنا حكينا عنها وهذه بالطريقة التالية مavic توفيها بالطريقة توجد ايش 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 اتش هنا or on remember as you لعالمين على ال H1 الذي ال ID تبعه XX يعني سيطبق على هذه و ال H1 الذي تبعه اسمه XX وهذه وهذه والبراغراف الذي اسمه XX وهذه فهذه تطبق على هذه وهذه هذول الثلاثة الان بالخاصية هذه المشتركة تمام خاصية الكلرة تبعت اسمه بينك سيطبق على هذه وهذه واخر واحدة في الطرق الطرق تحديد السيلكتور وهذه ال All او Universal وهذه هذه الخاصية بمعنات انه كل العناصر عندي كل العناصر ستأخذه الخاصية اللي اسمها فونت فامالي وهذه نوع الخط يكون نوع فهذه ستطبق على كل العناصر بلا استثناء عليهم الخط يكون نوع الخط تبعي هذي هي شباب الطرق اللي احنا تكلمنا عنها بشكل مبسط طبعا هذول هذول الطرق الاساسية تمام في موضوع انه كيف انا هحدد السيلكتور تبعنا بعدين اتكلمنا عن موضوع انه كيف انا اعمل اللي اوت تبعي صحيح كيف احنا نعمل اللي اوت تبعي وهذه تقريبا يمكن اتكلمنا عنها اللي هي كيف انا فعليا اعمل اللي اوت طبعا اللي اوت تبعنا اللي احنا بنحدده احنا حكينا عنه اللي هو انا كيف انا اصنع البيج تبعتي بالشكل اللي انا كنت اتوقعه او اللي انا فعليا بدي اعي يطلع بالشكل اللي انا تخيلت انه يكون موجود عندي طبعا كل واحد فينا احنا تقريبا فعليا رسم الشكل اللي تبعه او انه فعليا وصله الشكل اللي هو مطلوب فيه سواء كان من مصمم خارجي او هو رسم الشكل اللي هو ايش متوقع ليله. طبعا احنا اخدنا الخصائص سبعتنا التلاتة تمام? اللي هما قلنا عنهم اللي هي ايش? اللي هي الوث تبعتنا. الوث تبعتنا تمام? وقلنا هي هاده بتحدد المساحة اللي انا بقدر احدد فيها المساحة المعروضة لإليه تمام? قديش نسبتها او قديش هي بتاخد مثلا نسبة او قيمة تمام? الامين للبيج الكاملات تبعته. بالنسبة او ما يشتelling للبيج كاملة? فبالتالفعليTH l'و اندي انا فعليا dejج كاملة مثلا بالطريقة التالية تمام؟ هاي هذا الموقع تبعي على فرضا هذا الموقع الان هذا كل له ايدو بشكل من البيج على الفرض انه هاذب بشكل انه هذا البيج تبعت كميش قيمته مائة في المية يعني انا�� Hugd يسمع ما یهن هانه هانه دهون الكالي هو مائة في الماءة كمائة كائب��� التالية تمام? الآن ضروا مش Bureau بدي اقسم الصفحة تبعتي بالشكل اللي احنا سبق وعملناها او قلنا بالشكل هادة مثلا وعملنا مثلا هاي عمود هنا اللي هي احنا قلنا هادة يعني احنا هتكون بمثابة اا ايه سايد وهاد الشكل زيك تقريبا احنا احنا فقلنا احنا فعليا الان انا هادة كل هيتو هادة المربع الكبير هادة انتو شايفينه هادة بشكل تقريبا ايش مئة في المئة من مساحة تبعتي وازم اتعلمنا احنا لما اجي انا ارطب العناصر تبعتي بارطبها من فوق لتحت ومن اليمين للي اصار عشان يسهل عليها ليش يسهل عليها فقط ايه التكسيمة تبعتي تمام وانا كيف انا احط الخصائص الخاصة بكل العناصر تبعتي الان المقصود في اللي اوت اي شباب اللي هو الشكل انتو شايفينه هادة كيف انا بقسم هادة مثلا تكون تاخد المساحة هادة وهادة تاخد المساحة هادة تمام وهادة مثلا تكون موجودة فوق تمام وهادة مثلا تكون موجودة تحت وقدش هادة البعد تبعها مثلا قادش هادة حجمها بالنسبة له المثلا للكونتينر تبعها او الحاوية تبعيتها الكبيرة تمام قادش هادة حجمها هادة 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 الشغلة منسميها اللي اوت احنا نسميهاش اللي اوت التالة فعالية في عنا قلنا تكلمنا عن تلات خصائص لللي اوت تبعتنا الي هي موضوع الويد واخدنا موضوع الديسيبليي خدنا موضوع الويد وديسيبلي واخدنا موضوع الويد وفي الفلوت هادة هالت هريد تلك خصائص طبعا الويد في تبعاتنا الاول واحدة نقولنا الويد في تبعتنا الي اني هي قديش الا القيمة الي انا بدي حطهها الامين لهذا الجزء لي انا حددته تمام لهذا الجزء لي انا بحديده تمام وهذا فعاليا بتساعدني لاني احصل العناصر اللي في المساحة المعروضة لا إلها. فبالتالي أنا لو قلت مثلاً لو حكيت أنه والله أنا المساحة المعروضة هنا هي مساحة مثلا تقدم 30% بالشكل هذا. والمساحة المعروضة هنا تمام? هي هنا. هي تقدم مثلا ب70% بالشكل هذا. فبالتالي أنا فعلياً أنا حطتها 30% وهنا 70% وهذه لما قلت 30% قلنا هي 30% من الكنترى الكبير اللي جواها تمام? لأنه أنا أعتبر أنه هذا الجزء هذا الجزء اللي أنا رسمته هذا اللي هو من هان هيك مع هذه مع هذا الجزء كل هيت هذه تمام؟ هي عبارة عن قداش هي عبارة عن 100% هي 100% فبالتالي أنا فعلياً 70% من أش من 100% لأنه هي ما أخذ العرض كامل هذه ما أخذ العرض كامل وهذه 30% نفس الفكرة زي ما فلمنانا نحن فعلياً 30% من المئة في المئة تبعتنا الكاملة هذه اللي هي بتقوم أنا أخذ العرض بشكل كامل هي من هنا هيك هذا الجزء كل هذا الجزء تمام؟ اللي أنا بحدده بشكل هذا تمام؟ فعلياً أنا لو بدي أحدد للجزء هذا 30% فعلياً أنا هذا العنصر أو هذا الإلمنت أو هذا الكنتينر بقوله أنت 30% بس لازم هذا يا شباب يوني يكون جوا الحاوية الأكبر منه هذا جوا الحاوية الأكبر منه اللي هي شامنا هذه كل هيتها وهذا ما أقول لك 70% 70% بالنسبة لمن؟ للإيش؟ للكنتينر اللي هو موجود فيه أو للعنصر اللي هو موجود فيه تمام؟ اللي هو العنصر للإيش؟ للحاوية هذه اللي أكبر منها اللي هي بشكلة فعلياً 100% من إيش؟ المساحة كاملة المعروضة فيها فعلياً أنا هادي الويتر تبعت وهي خاصية من الخصائص السياسة اللي أنا بقدر أدي لها مثلاً النسبة بتبعتي بالنسبة لإيش الكنتينر وإحنا زيما هنا فهمنا بالشكلين إحنا ما وجدت فيها الآن موضوع الديسبلائي يا شباب موضوع الديسبلائي قلنا الديسبلائي في عنا خاصيتين اللي هم اللي أنا بركز عليهم اللي هي البلوك قلنا وليش والإلاين قلنا لبلوك يا شباب تلقائياً أول ما شوف أنا فعلياً عنصر اسمه بلوك تمام تلاقيه هو فعلياً ما أخد إيش؟ ما أخد العرض كامل ما أخد المساحة المعروضة كاملة وجربنا إحنا شفنا كيف العناصر تبعتها مثلاً أنا العناصر أنا تبعتها إحنا أيامها منها تمام؟ أو وقتها تمام؟ إنه فعلياً البراغراف كمثال إنه بكون ما أخد إيش بيأخد العنصر إيش بشكل إيش كامل هذا في آخر محاضرة إحنا تكلمنا عن إحنا تمام؟ تمام؟ آخر الجزئية اللي هي موضوع الفلوت قلنا الفلوت هي زي هي خاصية الطفولة فعلياً أنا بدي أنا عنصر تبعي يروح على اليميل أو عنصر يروح على الشمال تمام؟ آآ آآ يعني هو الفلوت بتاخد قيمتين إحنا وقلنا إحنا بتاخد قيمة الرايت تمام؟ أو بتاخد قيمة إحنا تمام؟ بايدفوت زي ما قلنا إحنا إنها بتاخد إحنا الليفت بايدفوت بتاخد إحنا الليفت وقلنا الليفت هي إيش؟ هي عميد طفول أمين؟ يعني عميد بطفول عنصر تبعتي من إيش؟ يا على الشمال يا إيش؟ يا على اليمين؟ يعني بمعنى فعلياً أنا ممكن أن أقل العنصر على يمين اتجاه عناصر تانية تمام؟ أو على يسار عناصر التانية ففعلياً أنا بقدر أنا يعني هي زي خاصية الطفوية يعني فعلياً أني بقدر أمسك العنصر وحطه وين؟ بالاتجاه اللي بدي إياه سواء كان على اليمين أو أيش على اليسار حتى شباب الثلاث خصائص اللي احنا اتكلمنا عنهم تمام؟ هم هذول الخصائص الخاصة بالليأوت تمام؟ وإحنا فعلياً بدنا نفهمهم مشكلة دقيقة يعني زي ما قلت لكم وهي هذه الأساس تبعته في موضوع الليأوت وهي اللي حنركز عليها طبعاً مع أنه خصائص كثيرة خاصة في موضوع الليأوت تبعنا الآن شباب نكمل الآن نحن خلصنا الخصائص طبعاً اللي هي والوث والفلوت تمام؟ الآن بدنا نخش في موضوع شباب إيش غير خاصية دولا خصائص ثانية خاصة من الخصائص الجمالية اللي احنا بدنا نتعلمها عشان نضيفها سواء داخل المشروع تبعنا او انه فعلياً نستخدمها داخل اي ستايل انا بداش اطبقوا عليه تمام؟ اول شغلة تمام تكلمنا عنها اللي هي موضوع الكلارز بشكل عام قلنا الكلارز للشباب تمام هي خاصية الكلارز هي احد خصاص الليش السي اس اس الآن في عندي الالوان بشكل عام تمام؟ في عندي الوان للخطوط في الوان خلفية لهذا النص امام؟ او لهذا الكنتينر او لهذا العنصر تمام؟ وفي عندنا البردر اللي احنا قلنا عنه الفعلياً بقدر اديش ادي له الوان وطبقنا عليهم بعض ايش بعض المفاهيم زي ما احنا زي ما احنا بدنا نشوف الان فلستاية تبعاً هذا طبقنا احنا موضوع الان نطبق يعني لو اخدنا احنا مثال كمثال من الامثلة موجودة عندنا تمام؟ بدنا نطبق انا فعلياً على الاتش وان بشكل هذا او من البروزر وهي لساية تبعاً ففعلياً بصوف عليها قلنا احنا عموضوع الكلارز بشكل عام تمام؟ قلنا الكلار العادي هو مقصود فيها لون النص تبعاته تمام؟ اللي انا بقدر احدده فعلياً فهنا عندي عنصر مثلاً عندي العنصر اسمه اتش وان هذا تمام؟ بدنا نطبق عليه الستايل تبعاً ايش فعلياً فعلياً بقوله اتش وان تمام؟ طبعاً بفتع قصة بساكر القصة بعني بقوله مثلاً color بشكل هذا تمام؟ عرف رضاً بدنا نسميه لون ايش لون احمر فهنا انا بدنا نتخيل انه كل هذا التايتل وهذا التايتل وهذا التايتل فعلياً حيصير لونه ميش احمر هذا وهذا وهذا تمام؟ هذا ايش؟ هذا الخاصية مثلاً اللي هو موضوعه كذا لو انا بتعمله back ground في عنا الخاصية التانية اللي لها علاقة بالالوان هي back ground back ground تمام؟ اعرف رضاً بدنا خليها ايالو شكل هذا تمام؟ هذه المقصود فيها لون الخلفية تبعنا اللي هو حيصير فعلياً هادول ايش؟ لونه ايش الخلفية تبعته؟ طبعاً من الشكل يا شباب شايفين هاده من الشكل بيّن انه الـ H1 ايش ديسيبليت تبعته؟ ديسيبليت تبعته ايش بلوك؟ انه فعلياً مااخد كامل العرضش المتاح ليله كامل العرضش المتاح ليله في عنا شباب كمان اللي هي موضوع البوردر البوردر يا شباب البوردر عندي بياخد ثلاث قيم ثلاث قيم اول قيمة يا شباب بحد لديش سماكة الخط عفردهم نحطوه خمسة بيكسل القيمة الثانية بياخد نوع الـ Style تبع هذا البوردر او هذا الحد تمام؟ اللي هو مثلاً عفردهم دخلي انا Solid تمام؟ هنطلع الان ايش الخصائص او الـ Style الخاص بالبوردر ايش انواق الـ Style اللي ينتبعهم والنوع والقيمة الثالثة اللي هي اللون تبعها عفردهم دخلي ايش لون ايش بلو تمام؟ بالشكل هذا هاتو نشوف الان ايش بطلع معنا طرع كيف شايفين كيف؟ هذا هو ايش البوردر البوردر اللي بدينا ايش الحد الكل هذا الموجود عنا بالشكل هذا تمام؟ فطبع عشان فرجيكم فعلياً هادا القيمة بتتاخد اللي هي سماكة الخط سماكة الخط البوردر للحدود تبعتي هاته تمام؟ لو قلنا مثلا بدي خليها بدي خليها كبيرة كتير خليها مثلا 20 بيكسل شوفوا كيف يا شباب؟ حتتلاقيها ايش كبرت شوفين كيف؟ هاي مقدرة سماكة وصرتها 20 بيكسل تمام؟ لو انا بدي اغير الـ Style هنا في عنا مجموعة الـ Styleات الآن نحننشوفها تمام؟ زي الـ Solid تمام؟ في عنا الـ Doted يعني بيعمل لك ايش نقاط طرع كيف؟ بشكل هذا تمام؟ في عندها مثلا ايش الـ Dash تمام؟ هذا الـ Dash تمام؟ بشكل هذا اللي بيعمل لك ايها كشغطة طبع فيه كمان انواع اكتر من نوع الـ Style تبعتها كمثال زي مثلا الـ Solid الـ Growth الـ Insight تمام؟ كل هاده الانواع ممكن احنا نستخدمها في الـ Border الخاص ايش فيها تمام؟ طبعا طبعا زي ما نشوفيه أو ايش نرجع موضوع الـ Color نكمل فيه انا فعليا اكتبت الـ Color باش بالاسم تبعه اللي هو Red Green Yellow Blue الاخرية لكن احنا فعليا ما نستطيع نحصد كل الالوان تبعتنا بالاسماء تبعتها ليش؟ لانه نفس الـ الون الاحمر هاده او لون الاصفل او لون الازرق او اي لون بنا ذاكي لديه ودرجات كثيرة تمام؟ لديه ودرجات كثيرة فالواقي تفعيل من الـ الوان قال لك انا فعليا ايش أنا بصور فعليا في الالوان؟ قالوا انه يوجد عندي مجموعة الالوان اللي احنا بتشوفها طيب مكونة من ثلث الـ الوان رئيسيه ايش هما ثلث الوان رئيسيه اللون الاول ايش اللون الاول ايش اللون الـ Brew Red اللون ايش اللون الـ Brew H تمام؟ هاده اللون ايش؟ لون الريد وهناك لون 3 سمثلا ال بالحفظ الآن اختلاط الألوان مع بعض بإلوان ثانية الآن تخيل معي أنه اللون الأحمر نفسه هناك درجات تراوح درجات تبعته من أحمر فاتح إلى أحمر ريشة غامج هناك درجات في اللون تبعته والأخضر نفس الكلام تراوح من درجة فاتحة خفيفة بدرجة الأخضر إلى درجة وعندما أخذ مرة تشبه من أخضر وإنهام اللون الأزرق الآن فاللون مثلا لدي الرد أو اللون الأحمر واللون الأخضر وهي عندي الرد وهي عندي الرد وهي عندي البلو قال لي أن درجاتهم العلماء قالوا فعلا قل لي أن الرد نفسه تراوح درجة تبعته من درجة صفر حتى ايش يا شباب حتى ميتين وخمسة وخمسين تمام والغرين نفس الكلام من صفر حتى ايش ميتين وخمسة وخمسين وكذلك برضو الاش الازرق من صفر حتى مين حتى ميتين ايش وخمسة وخمسين هذول الالوان يا شباب درجة الالوان من كل ايش من كل لون من الالوان الاساسية تبعتي طبعا يا شباب درجة اللون صفر 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 يعني انت فعليا الكلر تبعك من дرجة صفر من الريد و صفر من الجرين و صفر من البلو هاذاش بيديني اللون هادا هذا اللون بيديني بيديني اللون ايش الاسود الولو ايش du black تمام الول اسود اللوو الل seiner be black ودرجة 255 و 255 و 255 هادي مع بعض زيك هادي درجة اللون هاده وبدي نعيش اللون الابيض الوايش الوايت تمام درجة يش الابيض طب لانش احنا نتعلم هذا الكلام عشان تعرفوا انه اللون الاحمر متعدد ايش متعدد الدرجات من كل ايش يعني انت فعلين الرد عندك متعدد درجات من صفر الى 255 يعني عندي انا 254 درجة من ايش من اللون الاحمر وعندي 254 درجة من اللون الاخضر وعندي 254 من اللون الازرق اللي هتخيل معي انه اختلاط اللون من كل اللون من الالوان هادي و بدرجاتهم قداش عندي كمية الوان ايش كتير تمام كتير يعني تقارب تقريبا من 2 مليار ايش لون او اكتر حتى تمام هنو ههدي الكلام احنا ممكن اليحنا فعليا نحصله فعشان هيك انا مايبقدر احصره فقط자 قالت ليش بالاسمات بعض يعني انا فنحفي إكت هانا الان لون اصفر شو اللون الاصفر فعليا هل هو اللون الاصفر الفاتح؟ لون اصفر اغامق لون هداك هادا اللون إيش اللغنت انه له عندي اللون الستاندرد اللي هو معروف في festival طبعان لو لدي اللون الاصفر افتح شويه او لون اصفر اقرب اغمق شويه تمام فأنا فعليا بدي أروح فعليا أشوف إيش درجة اللون أنا بدي إياها وإيش أخطرها يعني ما قدرنا أن نحصل كل الألوان هادي بالأسماء اللي احنا سميناها فيه أنظمة تانية بتحدد الألوان أول نظام الأنظمة هادي الشباب هي نظام هايش اللي هو نظام الـ Red Green Blue أو الـ RGB نحن نسميه الـ RGB اللي هو أنا بالطريقة هادي تمام بقدر أنا أحدد درجة اللون اللي فيها يعني أنا مثلا لو كتبت أنا فعليا بدأ مكتب يالو مثلا لحالها وكنص مثلا ممكن أقول له الـ R مثلا هادي بشكل هادي R G B تمام؟ ويفتح قوة أزايك بشكل هادي تمام؟ وحط درجة اللون تبعتي اللي هي هادي تمثل الـ R الـ Red قدرش مثلا عندي؟ الـ Red قدرش بتمثل؟ عندي من صفرة 52 على فرض أبدو أحط لها والله هادي 55 على فرضة تمام؟ وهانا مثلا الـ Green 30 تمام؟ اللي هي بتمثل مثلا خلينا نقول لـ 20 تمام؟ وعندي هاش فاصلة طبعا هادي اللي بلوم مثلا خلينا نقول اللي هي هاش مية مية بشكل هادي يعني هادي عشان اوضيحكم اياها هنا يعني مثلا انا بكتب بالتالي اللي هي RGB بشكل هدا تمام؟ هادي اللي انتو شايفين زي هيكا وهانا بحط لش الدرجات تبعتي وهانا بحط لش الدرجات تبعتي على فرض هانا مثلا خمسة خمسين طبعا درباكوا الأرقام هادي تراوح بس من صفر حتى 255 محدش يعني ينزل بالسالب من هانا او يطلع عن 255 انه هادا اقصى درجة ليلة وهنا مثلا خلينا نقول مية وهنا ايش خلينا نقول تلاتين فهو فعلينا ما اخد الدرجة الخمسين من الريد ودرجة مية من اللون جرين والدرجة التلاتين من ايش من البلو فتقريبا هي هتكون ايش ازرق محمر تقريبا او ما يلايش للحمار هاتوا نشوف كيف تكون شكلها شايفين كيف يعني عندي وعندكم الخلفية هدي احنا على الى 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 الاخضر احنا قلنا احنا هنا اخضر اخضر هيك مزرق اخضر محمر المياه مياه اللون ايش الاخضر بشكل ايش كبير تمام في هنا كمان طريقة ثانية خير موضوع الارجيبي تمام في هنا طريقة ثانية هي موضوع ايش سوف نفتح واحدة جديدة. Balkan screamed. طريقة ثانية نحن نقلل على الرجي بي النحن تتكلم عنه الخاصية تاحديد الالوان بالشكل هذا وهي عنا الهكسة الهكسة العفية فعلينا بحدد اللون باستخدام احد درجات الالوان الزيقية زي تاما الرجي بي لكن القيم التي الموجودة تضغيية او اتغيرت نظامها. قال لي في الهكسا ديسيمال مكون الهكسا ديسيمال من ستة ديجيت. يعني من ستة اش من ستة اش ارقام. اول اشي انا افرض ان هذه صفر صفر. الانصر التاني صفر صفر. الانصر التالت بالشكل هذا صفر صفر. حتى تسعة وتسعين. وهنا حتى تسعة وتسعين. وهنا حتى تسعة وتسعين شكل هذا. ومن ايه. حتى اف اف. وهنا من ايه. ايه. او اف اف. بالشكل هذا. وهذا ايه? حتى اف اف. بالشكل هذا. طبعا هذا القيام الشباب يعني هو. هدا انا بتمتلكل مع لقيت شوية شوية فعلم علوان فعشان هيك ممكن تلاقيه الامر هذا شوية صعب. لكن هذا الترميزة شباب ترميزة اش الهكسا ديسمها فعليا برقم الارقام من صفر. من صفر حتى اش يشباب. حتى اش اش خمسة عشر. فعليا. حتى اش خمسة عشر. فعليا الاف اف هده ترمز للرقم F ترمز للرقم F 15 الآن الترميز الثاني غير الـ RGB اللي هو شكله بالشكل هذا طبعا هذا الشكل يرمز للون الأسود هذه درجاتي اللون فعليا هذا ترمز للون الأسود هذا الـ Black وهذا F F ترمز للون لون الأبيض اللي ترمز للون اللي هو الـ White ترمز للون الأبيض تمام طبعا هذه درجة اللون اللي هي 0 لـ 99 أو من A للـ F F فعليا فعليا هذه الألوان محصورة بين الدرجات هذه اللي هي تترمز بين 0 حتى 15 حسب الحكسة طبعا الحكسة يا شباب هذا أحد الترقيمات في علم الحاسوب اللي هو بطريقة الحكسة اللي هو فعليا نحول من binary إلى هكسة ديسيمال أو إلى ديسيمال حسب أرقام فعليا معروفة للبناد ميزة أو للناس العاديين يعني أنا ما بدأ أخذ في تفاصيل علم التحويل من الأرقام بين الـ Hexa أو العكس أو تمام هذا الشكل هو برمز زمين لترميز اللون بالأرقام هذه فعليا أن الأرقام محدودة عندي يعني بكل ذلك من صفر إلى تسعة ومن A إلى F يعني من صفر حتى F وهي تتراوح الألوان من صفر حتى 15 وهذه الستة تأتي لهم بحدد الألوان الكلية تبعتي أنا فعليا فعليا لو أنا بدي أعمل هنا في الـ Hexa تمام أولا أضع إشارة الشارب هذه وهذه ترمز للون وبحدد مثلا أنا أدخل لونه أبيض فاللون الأبيض هو F F F F F F يعني 6 F يعني 1 2 3 4 5 6 بالتالي فعليا فعليا المفروض الخط يكون لونه أفترض يكون لونه أبيض فعليا هل ترمز لونه أبيض طب ماشي كيف أريد أن أحدد اللون تبعي هذا كيف أريد أن أحدد اللون تبعي تمام بناءا على اللون فعليا أنا أريد أن أختار مثلا لون البيج مثلا فيه ناس يقول لك أن تكون أغمق منه شوية يكون لون نسكفي يعني فيه ناس يقول لك هذا ما بيج هذا مثلا لون مائي للنسكفي يعني عدة ألوان ثانية من درجات مثلا البيج أو حتى اللون الأبيض فيه أنه أبيض فيه سكري فيه أوف وايت وإلى أخيره طب هذه درجة اللون أنا كيف أنا ممكن أعرفه أنا يعني أنا معقول أنه ليس أحفظ كل الألوان لا هو ليس هتحفظ أنت كل الألوان فهي عندك مواقع كثيرة تماما بتوفر لك هذا الخاصية وتوفر لك أنه فعليا كيف أن تتحدد اللون تبعك وبيديك الترميز تبعه سواء كان بالهكسة زي ما توحنا شوفنا أو بطريقة تيش الارجي بي أنا ما عليك أنت فعليا لو كتبت على جوجل فقط على جوجل كالر بيكر بالشكل هدا كالر بيكر هيفتح عليك مجموعة مواقع كتير زي ما تشايفينها مواقع كتير هيفتح معك الكالر بيكر شوفه أنا فعليا هاي أحد المواقع هاي مواقع تانية زي ما تشايفين أنا هنفتح أحد المواقع الموجودين معنا تمام هذا شوفوا كيف يا شباب هانا اللي بحضت لك مجموعة ألوان كتير يعني انت ممكن تختار اللون الرئيسي وبيديك الدرجات الموجودة فيها تمام ببيديك الدرجات الموجود فيها مجرد أنت فعلي ما تحدد أي لون بالدكية مثلا هذا أو هذا أي لون بديك الصيغة تبع تسواء بالارجي بي بشكل هذا. او بصيغتها الهكسة ديسمال تبعته وهي هذه. تمام هذا بالهكسة تمام هذا بالهكسة تمام وهذا بصيغتها الار جي بي. هذا بصيغة رجي بي. هذا واحد المواقع يعني مثلا هو ان تختار اللون هاي الاصفر. شايفينما في درجات الاصفر تراوح من من اصفر. هذه درجة الاصفر هي هذه تمام مشبهة وهي بتضل يا شخيف في الدرجات تبعتها من هنا او يغمج من درجاتها. فعلا فعليا ممكن يش حاد يش اللون يبيه مثلا هذا اصفار ايش مخضر تقريبا ما يلا خضار شوية فبكون ايش الهكسة تبعته تمام او بالر جي بي ايش الخاصية تبعته الخاصة فيها تمام بالشكل هدا تمام شباب ايش مواقع تاني مثلا ممكن نروح هذا مثلا هدا ممكن احدد اللون تبعي تبيني بالر جي بي هنا او بالهكسة تبعته بالشكل هدا فانا فانا ممكن انسخ اللون تبعي وانا وحطه هنا في الموقع تبعي هاي موقع تاني برضو نفس الفكرة يعني انا فعليا ممكن العب في الالوان اشوف مثلا اش اللون بدي اياه بدي مثلا بدي لون مثلا ازرق سماوي يعني انا والله هذا اللون عجبني فانا ممكن احط فيه اللي هي الخاص الهادي هذا اللون مثلا وبيش ازرق السماوي ازرق الفتاح شوية ايو بشكل هدا طبعا لا تنسوا اشارته الشارب هادي تمام انه بدونها فعليا ما بيتغير اللون هاتنشوف فعليا كيف بدأتطلع فعليا انت هتشال فين كيف تغير اللون بناء عليها طبعا هو عدد من المواقع التانية برضو نفس الفكرة كلها هيتا تمام تاخد نفس الفكرة تبعتك انت فعليا ممكن تحدد اللون تبعك وبينها قدش في الار جي بي تبعتك في الار و جي والبي ومثلا وفي الهكسا قدش انا بدي ناش ترميز تبعه اللي احنا بنحدده فيها وهذا بالتال فعليا انت لحالك تقدر انت فعليا تحدد اللون اللي بدك اياه ودرجة اللون انت بتختاره او انت حسب انت فعليا تطابقه مع التصميم الخاص فيك خلصنا موضوع الان الكالر تبعتنا اللي هي العداوة بباكت جروند كالر والتيكست كالر اللي قلنا هي الكالر والبوردر كالر زي ما احنا شفنا اللي هي بتاخد ثلاث خصائص اللي هي السماكة تبعته ونوع الحد هذا ونوع الحدود التبعته تمام واللون الخاص فيه تمام؟ تمام احنا شباب بدنا نتكلم الان فيه كمال خاصية تاني اللي هي بوردر راديس الان خاصية جديدة عندنا البوردر راديس البوردر راديس الشباب هذي بتصوي ايش؟ اللي بتعملنا حد او بتعملنا حافة لمين للبوردر اللي عادي يعني الان الان هنعمل سيف نشوف الان كيف الشكل هذي هذا بس نزغر الحافة تبعتنا هنخليها بس منطقية شوي هاي خمسة بكسل هاي سيف هاي شيفين كيف هذي الان اللحظة يا شباب الحافة الموجودة عني شايفين حافة كيف عمل زي زاوية قائمة هيك تسعين درجة الان في عندي خاصية اسمه بوردر راديس بوردر راديس هذي بوردر راديس شباب اللي هي الحافة اللي احنا شفنا هذي اللي هي بزاوية تسعين ممكن اتحكم بالكيرف تبعتها او بالمنحانة تبعتها بالشكل التالي يا شباب يعني لو ديتم مثلا هنا انا عفراضا انه خمسة بكسل بشكل هذي فعلينا انا بدعملها حافة بمقدارش خمسة بكسل شايفين كيف صارت؟ شايفين كيف صارت؟ صارتها شبه مدور اكتر لو انا بفرجيكو اكتر اكبرت القيمة اكتر خلينا اوضح لكوياي خمسة بكسل شايفين كيف صارت؟ شايفين كيف الحافة قاعدة بتزيد تبعتها لو انا خليت الكوياي انا خمسة وعشرين بشكل هذا بطلعها عاملة زي شكل كراوي تقريبا زي شكل ايش بايضاوي تمام؟ فهادي فاني ايش الحواف تبعتها طبعا الحواف يا شباب الحواف بشكل عام تمام هذي في عندي اربع حواف زي ما تشايفين عندكم حافة اللي هي على الشمال هذي فوق وعلى اليمين فوق وتحت على الشمال وتحت على اليمين تمام؟ هدول هذي اربع زوايا الخاصة في من؟ في البوردر تبعا في الامان فهلا فعلا هنحطانها قيمة بالشكل هذا ففعلا بديها قيمة من هذي اربع اتجاهات تبعته من الاربع اتجاهات الخاصة فيها طب تمام؟ الآن كمان خاصية ثانية اخذها غير بربر بوردر المخلص والمسكين المخلص والمسكين المخلص والمران المساحة المنظف الى العنصر المنظف الهامش المنظف الى العنصر والمقصود ايش مقصود بالهامش او ايش مقصود في الازاحة حتى بعتوا هذا الهامش او الانصر هذا عشان نفهم هذا الكلام انا فعليا لازم انا افهم ايش مفهوم شغلة اسمها البوكس موديل مفهوم ايش البوكس موديل حتى نتعرف ايش هو البوكس موديل بشكل هناش البوكس موديل يا شباب بقولي كالتالي او ايش انا عندي نص النص هاده تبعي على فرض ان نسمو ايش اي تكست اي تكست تكست ها تنمحي بس هاده البورداخين او بلاشنا من نيو فايل تضير تضير ماره ثانيا هاي فلان دون Nil وACE ما نكتبه هنا اي تكست كبر خط شوية ودخليها عشرين لان هاي تكس انا عندي موجود اتمام هذا النص انا اكتبته او ظاهر للناس عشان نفهم من اشي بوكس موديل كل نص عنا الو بوردر انا اضع بوردر ليلو بحيط وين بحيط فيه سواء كان هذا البوردر ظاهر او ظاهر كيف يعمل بالظاهر؟ انا اضع بوردر صح؟ والبوردر هذا بيين معي لهو هنا صحيح؟ لماذا انا اضع بيين معي؟ لان اضع سماكة لكن لو قلت له ان السماكة تبعتك صفر ما سيبين معي؟ سيبين معي بوردر تلاقيه وشايفين كيف؟ اختفى البوردر لهو لون وازرق اختفى البوردر الآن هذا فعالي السماكة باكبية باكبية سيع BRID لكن موجود عندي بوردر ولس ما بل ح Fuj i بالتال ان السماكة بدي عنصي بین غير انemia غير موجودة. ففي التالي فعاليا بدي افهم فعاليا ان اي عنصر تبعتي بكون الشغل الاجرب منه اللي هي موضوع الشيء البوردر الخاص فيه. طب ماشي. الان نرجع لموضوع البادنج والمرجن. البادنج زي ما قلنا تمام هي ازاحة او هي الهامش تبعي او المسافة اللي بين بين العنصر والمرجن نفس الكلام. لكن الفرق بينهم يا شباب فرق بينهم اشي بسيط. الهو اشي او اشي البسيط هذا انه انا عندي البادنج تبعي من البوردر تبعتي من البوردر تبعي ومين والكونتنت تبعتي. يعني بين هذه المسافة زي ما انتم شايفين. يعني بين حفة البوردر هذي. شايفين حفة البوردر هذي. سواء كانت موجودة او غير موجودة. والنص الموجود تبع اللي هو هانا. والنصش الموجود تبع. طبعا انا عندي البادنج ومارجن عندي الاربع اتجاهات اللي هي الفوق والتاحت والشمال واليمين. بالشكل هذا. في عندي اربع اتجاهات اللي إلي. فالهامش او المسافة اللي بين النص هذا. بين النص هذا. تمام؟ النص هذا اللي انا معلمه ازيك. وبين البوردر هذي المسافة هذي تمام؟ آه طاقي. هذي بسميه يا شباب ايش؟ بسميه بادينج. بسميه ايش بادينج. تمام؟ بسميه ايش بادينج. المارجن بيقول المارجن بيكون من بعد البوردر والعناصر التانية من بعد البوردر والعناصر التانية يعني في المكان التالي هذا اللي انا قاعد برسم فيه يعني هادي فعليا هادي بين المارجن فبالتالي فعليا المسافة او الازاح لانا بزيحها من بعد البوردر والعناصر التانية اللي موجودة فيها بسميها بسميها مارجن هتنفهم هادي الكلام تمام بالتطبيق العملي عشان يتضح المثال تبعنا اول شي شوفوا شباب الان وين العنصر تبعي انا هذا اللي هو ال H1 هذا اللي هو العنصر تبعي انا فعليا انا بدي اعلمكم هذا العنصر يجب ان تشوفوه بظبط هذا ال H1 تمام هو هذا اللي هو العنصر الخاص فيه اللي هو اسمه H1 تمام بايدفورد يا شباب هادي من سميحنا البوكس موديل زي ما اتشوفو هذا العنصر اللي هو ال TICSEL اللي معلم هنا هذا اللي هو هنا لحظوه ان تفعليا هذا النص هذا النص تبعي تمام شوفو ال BADING عندي قديش عندي فيش عندي بادن في بوردر فيش عندي بوردر في مارجن او في مارجن هنا في عندي هنا بمقدار 21 21 او 21 او بيكسل هادي بايدفورد يا شباب انا بتغير هذا القيام انا بتغير القيام هادي شوفو الان انا بتصوي الان اول شي بدي نفهم انه عندي قديش عندي بايدنج فش عندي بايدنج شوفو الان بايدنج وين هيسيب بالنسبة للعنصر هادا هاي بدي اعملكم بايدنج هاي مقدار ايش 30 بيكسل 30 بيكسل كون البايدنج يا شباب بين العنصر هادا ومين بوردر تبعه صح ؟ طبعا انا فش بوردر فعليا لان انا بوردر قديش عندي صفر تخيل ما بايدنج تخيل هنا فعاليا طبعا بايدنج يا شباب الان시본 الان انصر هو�� من أزهاق الشفاف هذا اللى انتم تراهب الان تخيل هذا هل تكون معلم هذا الجزء وهذا العنوان البادنج البادنج هي الشباب هذه المقدار الذي اضطيته مقدار 30 بيكسل 30 بيكسل و هناك هل رأيت جزء في الآخر عنصر 30 بيكسل هل أعملها من العنصر او بردر تبعي وتحد يعني انا خليت هدوان بيكسل على فرضا هدوان بيكسل مش واضحة خلينا نكبركم الى ثلاثة بيكسل شايف هل الآزاح هون اعملتها من هنا وجوه من البوردر وجوه هاي الآزاح تبعتك يعني اللحظو انها طلع كيف تصغر معي يعني هل بتصغر القيمة شايفوا ايش القيمة بتصغر شايفينش القيمة بتصغر المسافة من داخل البوردر هي اللي بتصغر من البوردر وجوه هي المساحة اللي بتصغر معي زي ما اتو شايفين تمام لما اكبر انا طلع كيف في البادنج اكبر وين المساحة فقط من البوردر وجوه ونصر تبعي هذا شباب نسميه احنا الهوامش اللي هي اللي خاصة في البادنج طب بالمارجن هات نشوف في المارجن 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 زي ما قلنا هي من بوردر واش من البوردر وبره يعني مفروض يكون من بعد البوردر هذا واش وبره يعني بينها وبين العناصر التانية هات نشوف كلاب فعليا لو انا فعليا عملت المارجن تبعتي كبرتها هات نزل هتكبر معي لو قلت لها انت 50 بيكسل هيك من شكل هذا هات مفروض يطبق اوين المزاحة تبعته تمام من البوردر وين وبره طلعا رفريش هات نعمل رفريش هات نشوف كيف الصرف فعليا طبقت عليها طلع ايش المساحة تبعته زمان تشوفين من هنا وهنا كبرت هذه ومن هنا وهنا صار عندي مارجن وهنا هنا صار عندي مارجن ومن هنا صارت مارجن هات نشوف فعليا وين فعليا ومن هناك تأثيرها اجتراه شباب كيف طلعا كيف المساحة بلون هذه الزهرة الفاتح طلعا كيف لما كبر ايش بكبر معي بكبر ايش مساحة اللي بين البوردر وبره بره طبعا بطبقها على المين عادي شوان هاتي اطبقها هين هاي ففنين بين العنصر هادي والعنصر هاي اللي بره طلعا كيف هده كلها ولما زغرها وين ايش مساحة بتصغر معي مذا Breed زمعتوا شايفين بتصغر المساحة اللي بين ايش اللي بعد البوردر تمام والعناصر التانية اللي موجودة ايش جوها تمام هاي طبعا ايش فيديتها هذي الكلام يا شباب فيديتها انه فعليا انا العناصر بايدفرت الشباب بتاخد دائما بتكون فعليا بلسق الكونتينير تبعتها او الحاوية تبعتها او العناصر التانية اللي هي موجودة جوها وهذا نط يوزر اكسبيرينس فعليا بش صحيح فعليا انه يكون النص هذا بكون مثلا لو انا فعليا افترضت انه البادق عندي صفر بشكل هذا يا شباب شايف هيك كيف النص ملزق في الحافة وكيف انه حتى داخل لقيله اعليزة هيكا هادا هادا الطريقة بش صحيحة فعليا انه يكون العناصر من داخلها يشف بعض يعني عشان هيكا للترتيب لو يوزر اكسبيرينس او يكون بشكل مرتب زي هيكا عادة تمام انا بحتاج انه فعليا يكون اياش يكون الو بادنج تمام او اللي يكون الو ازاحة تمام معينة او هامش معين تمام اللي يحافظ على شكل من النص تبعي او الكلمة تبع دي تمام فعليا البادق زي ما قلنا من البوردر البادنج من البوردر وجوه والمارجن من البوردر اياش وبره ابدا هادا الازاحة اللي بتعمله مارجن. والبادنج طاله كيف؟ من البوردر وجوه. من البوردر وجوه هاي البادنج. أنا فعليا بس أخدمها. فعليا احنا هادي كتير بترتب العناصر تبعتني وبين فعليا قدش أنا فعليا التصميم تبعي بدأ يبين او سيريش ياخد الخصاص الجمالية لمرتبة تبعتنا لاخدنا فعليا. طبعا أنا القيم تبعتها قيم تبعتها زي ما احنا شده و شفنا. لما أنا قلت له أنا بادنج تلاتين بكسل. تلاتين بكسل مقصود فيها تلاتين بكسل ليش يا شباب؟ من أربع اتجاهات. يعني فوق تحت يمين الشمال. عشان نعرف يا شباب عشان نعرف كيف أنا بدي قيمة للبادنج تمام؟ اللي هي أربع اتجاهات أو كيف أنا بحددها. بدأ أنا أطلع لعنصر تمام؟ وأمشي باتجاه قارب الساعة كالتالي. بمشي إيش؟ بقول top right bottom left يعني فوق على اليمين أسفل على الشمال تمام؟ هيك الاتجاهات تبعتها. ففعليا هذه القيم للشباب بالبادنج مثلا أول مارجن تنسيام تمام؟ ما يطبق على البادنج يطبق على مارجن تمام؟ تأخذ أربع اتجاهات فعليا. ممكن أن أحددهم بأربع اتجاهات تبعتها. فالتجاه الأول اللي هو يمثل top عفرادهم بدأ خليكوا إياها 10 بيكسل. الright خليها 20 بيكسل. البتم الأسفل يعني اللي هو مقدار 30 بيكسل. والleft اللي هو على الشمال مقدار مثلا 40 بيكسل تمام؟ فعليا أنا البادنج تبعتها 10 بيكسل. اللي هي top right bottom left bottom left. فعليا هذه هي الاتجاه تبعتها يعني فعليا البادنج تأخذ أربع قيم وكذلك المارجن. كذلك هي هي المارجن. نشوف كيف. فالآن نطلع فعليا. طلع كيف أنتم ملاحظين أنتم يعني أنتم ملاحظين فعليا في top قديش هنا مساحة وهي من title hair وهذه تمام؟ والجوة بوردر هنا هذه مساحة قديش 10. لاحظوا من هنا قديش ستكون 20. لاحظوا من هنا ستكون 30. ولاحظوا من هنا ستكون 40. شايفين كيف في فروقات وانتوا واضح زي ما انتم شايفين أي شيء ودامعكم. هاي هاي نفس الكلام اللي أنا بحكيكوا إياه. هاي البادنج شايفين كيف. هاي 10. هاي 20. هاي 30. هاي 40 بيكسل. وانتم شايفين كيف القيمة مغادرة. ففعليا الأربع تجاهات تبعتي بتكون هاي. top right bottom left top right bottom left. طبعا هذه لما أنا أفصل فيها تمام وأدي لها الأربع تجاهات الخاصة فيها. لو كانت طبع عندي top وال bottom نفس القيمة لإليهم والright والleft نفس القيمة. ممكن أختصرها أنا بالتالي بطريقة هادم. هاي 20 بيكسل مثلا. و50 بيكسل. ايش ملت الكلام هادم؟ القيمة الأولى يا شباب هتكون top و bottom. يعني فوق وتحت. والقيمة الثانية هتكون هاي. left or right. left or right. تمام؟ هتكون ليش left or right. والتالب الشكل هاي تراكم يا شباب الآن. شايفين صارت قدامي عندي. هاي فعليا. هاي فوق وتحت قداش يا شباب. شايفين كيف؟ فوق 20. تحت 20. على اليمين 50. وعليش ما ليش 50. يعني هذه تماما تماما كأنه أنا فعليا أعمل كالتالي. كأنه فعليا اعمل كالتالي. عامل top قداش 20. right قداش هتكون بالظبط 50. تحت ايش هتكون 20. على شمال ايش هتكون 50 بالظبط تماما. ففعليا هادي اختصرت معايا اللي هي القيمة هادي. يعني هادي تطابق هادي القيمة اللي احنا خدناها تماما. فعليا هادي ايش top right bottom left. فعليا top و bottom ماخدين 20 بيكسل. وهادي اللي هي ال right وال left تاخدها قداش 50 بيكسل. كماما. لما تكون القيمة قيمة واحدة يا شباب هيك بشكل هادي. ففعليا مقصود فيها في الاربع اتجاهات تبعت. يعني top وال right وال bottom left. كلها هيت هادي فعليا بتمثل فعليا ايش. كان فعليا انا كاتب زي هيك. 50 بيكسل بشكل هدا. 50 بيكسل. 50 بيكسل. 50 بيكسل لل left. يعني عندك انت top وال right. وعندك bottom. ويش. و left. تماما بشكل هادي. فعليا هادي القيمة تطابق تماما. اللي هي القيمة ايش. القيمة هادي. كان فعليا انا كاتب ايش القيمة هادي يعني فعليا. هذا في موضوع padding والmargin الخاص فيها. تمام. ومفهوم ايش البكس موديل زي ما احنا حكينا عنها. اللي انا فعليا هاي النص طبعتي. اللي بيكون من border وجوه بسميه padding. ومن border وبره بسميه ايش احنا margin. وزي ما قلنا احنا padding اللي هو ايش المساحة او المسافة اللي بين border وجوه تمام. والmargin اللي هي مسافة او مساحة اللي بين ايش الهام ايش تبعي. اللي بين border ايش. وبره. خاصية تاني الى علاقة بالنصوصة شباب تمام. غير موضوع text color اللي اخدناها. في عنا ايش text align. اللي هي text align اللي ايش هي text align اللي هو محادات النص. هاي text align. تمام. text align ايش باب تاخد ايش تلات قيام. اللي هو او اربع قيام اللي هي right و left. والcenter والجستفاي او ايش. او جستفاي او ايش. او جستفاي او ايش. او جستفاي او ايش. او انا قلت له انا center ايش معنات الكلام text align center. يعني فعلي انا بده خلى النص سبعتي في النص. في النص. زي ما تشايفين هنا. طبعا لو خلته right. بشكل هدا. ونحنروح النص. حنروح اوين? على اليمين. بشكل هدا. لو خلته left. فعلي ايش. على الشمال. في عنا كمان يا شباب غير text align تمام. في عنا شغلة الى علاقة بال text decoration. text decoration زي ما احنا شوفنا في اللينكات اللي احنا عملناها بايدفوت لل style تباحها بكون ايش شباب بكون تحتيه خط. ولونه ازرق صحيح. في اللينكات. اللي هو الاي. يعني انا راكد خلينا نعمل احنا ايه. اتشرفت. افرض في عندي رابط. الطبعا وهي تسكيرت الى زي ما احنا متعودين. وهي اسم اللينك تبعت مثلا. اسم اللينك. تمام. تمام. هاي اللينك تبعنا نانفرية. ولما اضغط على ايه بروح ما دينياش على جوجل. الان يا شباب هادا اللينك شايفين كيف الانصر الاصل تبع بكله انو ازلك تمام وتحتيه ايش تحتيه ايش خط. الان لحظه معايا في عندي خاصية اسمه ايش تكست ديكوريشن. طبعا الان بتطبق الخاصية تكست ديكوريشن على مين على هدي. على مين على الانصر اللي هو الاي. فبالتالي فان ايه اجد حدد الانصر. باقول له الايه تبعي هادا. باقول له كالتالي. التكست ديكوريشن تمام? بتقول له مثلا ايش. في عندي ايش الخاصائي السبعتين? في عنا شباب اندلاعين اولاعين لعنى ثلوب. تمام? وفي عنا نل تمام? في عنا لعنى لعنى طبعا تكست ديكوريشن باود ديفورت للينكات وين بتكون اندلاعين تبعا لو كتب لنا اندلاعين مش هيدغير مع هيش ايش. اندلاعين ايش معناه او اللي لم تكون هاي تحت هاي تاحد تمام في عنا لو غيرناها قلناها ايش عقل يعني خطة انت بعيها بكون فوق تساعدين كيف شكلها يكون بالشكل ايش هالتالي لو قلنا يكون line throw ايش عن line throw يعني خاط يكون وين في النص هنا يكون ايش line throw هاد بزبط تشبه مين يا شباب مش بتشبه DEL DEL تبعنا نفس فكرة تماما هي هاداش الممكن استخدامها في ال styling لديكس دكوريشن بتكون line throw تبعتها اللي هي DEL تبعتنا تمام طب ليش انا بحتاج انا فعليها هاداك سايك انا فعليها لو انا بش بحاجة مثلا للسايل هادا اللي هو الخط هادا ممكن انا خليها خاصيته هاش نال بشكل هادا بحذفه هاش الخط الموجود فيه في انا كمان خاصية حلوة برضو اللي هي موضوع text shadow تمام لو احنا طبقناها على H1 هادا خاصية اسمها text shadow text shadow من اسمها الشادو ايش يعني شادو؟ يعني ظل مين لهذا النص طبعا الشادو هادا شباب تاخد ثلاث قيم القيمة الاولى بكون اتجاهه بالنسبة للX القيمة الثانية هو اتجاهه بالنسبة للY والقيمة الثالثة اللي هي اللون تبع من الشادو هادا فلانا انا اعملتلكوا اياها خليقون نفرجيكوا بشكل واضح هي خمسة بكسل وهي خمسة بكسل تمام واللون تبعنا اللي هو اللون ايش اشوف النص طبعا بس خلينا نضابق اليها خلينا اعملوا لون نرامق شوية خلينا اعملوا sky blue sky blue لون ريان ازرق سماوي شوفي شباب الان احنا نسلوبك معي لم وفق بلون الخط خلينا نخليها يلا ماش اسفل شايفين شباب كيف انت فعليا؟ كأنه فعليا في شمس هنا جاي هيكا وعملة ظل مين له لون هذا ازرق سماوي تمام؟ او او بعرفش اللون بالضبط هذا تمام؟ وعملة لون الاصفر خلفية ليلها او يعني زي ظل النص هذا انا لو اوضحكوا اياها اكتر خليكوا تشوفوا قداش هي حلوة موضوع الشدو هادي اه طبعا كيف انا طبعا كيف انا عملت؟ شايفين كأنه فعليا ايش تتخيل انت فعليا؟ كأنه تماما كأنه تماما عبارة عن نص يعني له بعد صار يعني زي كأنه مجسم هيك صار شكله زي مجسم تمام؟ طبعا هذا القيمة اللي هي عملت سوى الاكس تمام؟ هذا القيمة عملت سوى الواي وهذا اللون انا اخترته من الشدو الخاص فينا تمام؟ يعني بدك تبريس شغلة ممكن تستخدمها هذه الموجودة فيها في موضوع الفونت يا شباب في موضوع الفونت في عندي شغلتين في عندي الفونت سايز تمام؟ في عنديش الفونت تمام؟ الفونت سايز يعني مقصود فيها حجم الخط طبعا حجم الخط يعني عندي طلع حجم الخط قديش فعليا انا مثلا بدي حجم الخط مثلا خلينا نقول 16 بيكسل هو هذا الديفولت طبعا يعني نراهبه كيف 16 بيكسل احدده ممكن ازغر اكتر اكبر اكتر زي ما بدي مثلا هذا خلينا نقول اه 40 بيكسل شبابين كان بكبر 80 بيكسل بكبر اكتر زي ما تشايفين الفونت فمالي اللي هو نوع الخط طبعا نوع الخط ايش نوع مثلا؟ يعني في عندي انواع كتير من الخطوط مثلا زي time news roman times arial تهامة الاخير من ايش الاخير من انواع الخطوط الموجودة عندهم تقدر ان تتحدث الخط اللي فيها في موضوع الخطوط الشباب فيها طريقتين فيها او فيها اما فعليا اذا كان الخط موجود عندي على system ممكن انا استدعية طلقائيا وتنفذ وممكن ما يكونش عندي الخط هدا اللي بدي ايه زيك فبتلا فعليا انا استدعي المكتبة الخاصة في هذا الخط وبعدين انا فعليا انا بفض هذا الخط وممكن ان اتبعنا وعنا كمان شباب موضوع font يعني هنا ادخل اريا مثلا اريا شكلا وعنا كمان شباب font يعني سماكة الخط او غماكة الخط وهيا فعليا قيمة هذي التراوح من حتى 900 تمام حتى 900 تمام طبعا هذي ببين قدش فعليا انا جامعة وبتاخد قيمة اسمها بولد شكل هذي تمام بتاخد قيمة عديدة فعليا انا فعليا طرع كيف انا فعليا بدي احط مثلا بولد طرع كيف بدي اصير فعليا شباب شايفين كيف الخط هذه الخطة عندها 20 بيكسل وبولد كيف صار فعليا بولد حتى لو انا فعليا اغيركم القيمة هذي شوفوا كيف طرع كيف عن نص سبعتها هاي 400 هاي 500 شايفين 600 خملت 700 بتخمل 800 خملت 900 لي اخر اشي اخمل اشي اللي هيش اللي مبينة معايا تماما فعليا انتو زي ما انتم شايفين فعليا هذي الخاصة فيه في التغمية الخط الخاصة فيه طبعا شباب بس اعمل اتكلم هنا بصريقة سريعة في موضوع 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 الصايز بشكل نعام الصايز هنا مثلا متكلم عن فونت صايز في عنا شباب ياما باستخدام في عنا شغلتين احنا فعليين في عنا شغلة اللي هي باستخدام البكسل البيكسل البيكسل فعليا انه اي شاشة اي شاشة في العالم تمام هي عبارة عن مجموعة بكاسل موجودة جواه فعليا انا ممكن احديدها باستخدام في الكعام فعليا انا مثلا انا قلت انا الشاشة تبعت هي مكون من 1880 بيكسل في 728 بيكسل تمام فهدي اي شيء الفيكس فعليا قداش انا فعليا كثفت بكاسل موجودة عندي موجودة في الشاشة تبعت فعليا او انا بحديدها بالطريقة الطريقة التاج بيكسل يعني قداش بالضبط لما اقول لك انا فعليا الشاشة انقسمت للنص او بصورة اي شيء منتصف تمام انا فعلا لو احنا 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 اصبها شوية او اوضحها لو انا افترضت انها هي شاشة اللابتوب تبعتها شاشة اللابتوب تبعتها ولا قلت لك انه الشاشة هادي من هان لهانا هذا البعد من هان لهانا هو مقدمة 1890 بيكسل وقلت لك هذا البعد من هانا حتى هانا تمام قلت لك فرضا يعني يعني عبارة عن 728 على فرضا 28 بيكسل تمام بالشكل هادا فانا لو قلت لك يا شباب لو قلت لكم انا فعليا بدي المساحة المعروضة تبعتي تشكل بعدد البكاسل تبعتي تمام يعني بدي انا مثلا يكون حجم الكنتينر هادا حجم الكنتينر هادا تقريبا قديش فانا قلنا نقول تقريبا هيك المنتصف من ناحية الوث تقريبا تمام لو قلت لك انه هادا البوكس هو نص عرض البوكس الكبير هادا تمام فعليا انا قلت لك نص الالف تمامية وتسعين نص الالف تمامية وتسعين الالف تمامية وتسعين تقسيم اتنين بيطل تسعمية وخمسة واربين يعني هادا فعليا قديش هادا تسعمية وخمسة واربين هادا تسعمية ورف عبان اتنين بيطل magn 59 اج loud يعني تقريبا قديش نص هادى يعني تقريبا artists 50%صحيح المد ponding 50% من안�adas 50 fazem 50% من الشاشة الأن قدام الخدم بال시간 ا عباناء جيب المقدارматר Vietnam 690 بيكسل تمام ؟ طب تمام فلما انا جقولك 945 فاليا تشكل قديش تشكل 50% من الشاشة الكبيرة اللي هي هادئ موجود فيها وهي ثابتة طبعا لكن انا لو حضرت للعنصرة 945 لشاشة لشاشة مثلا الكبيرة اكبر منها على فضل الشاشة الاكبر منها عرضها على فضل زي هيك يعني 7000 بيكسل على فضل على فضل 7000 بيكسل فضل هادئ كل هادئ قدر 7000 بيكسل وقلتلك انا حطل بصائز 945 قدش هتيجي المساحة كيف هتيجي هالقدر ايش ملاحظين ملاحظين ان المربع لما كانت على الشاشة الليبتوب العادية جاية تقريبا ما اخذها من قدش 50% من المساحة هذي كاملة يعني انا عندي الوتث تبعتي الوتث تبعتي قدش قدش العرض تبعها العرض تبعها قدش 1890 لما اخذنا 50% تبعتها طلع قدش 945 ففعلين 945 ما اخذها قدش ما اخذها 50% تبعتها لكن 1445 اللي الديتا فعليا للشاشة كبيرة مثلا مقضاء 7000 بيكسل مثلا 945 وين اخذت 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 في القرنة ليش؟ لانه انا العرض تبعي هذا منها اللي انا 7000 بيكسل فبالتالي انا المساحة 945 هتكون وين؟ بس الجزء هذا فعليا تمام؟ فعليا جاية في القرنة هذا يا شباب يدعون فعليا ان افهم فعليا في طريقة تانية فعليا للموضوع الفكسباتي فعليا بحدة اما بالبيكسل اما بطريقة النسب اللي هو باستخدامه المية في المية المية في المية هانا يا شباب لما قلتونا عن 945 لو قلتلك انا مساحة المعروض تبعت بديها 50% فهو 50% بالنسبة لمن؟ للعرض الكامل تبعي اللي هي 1890 فبالتالي قدش هتطلع معايا؟ 945 طب انا لو قلتلك الشاشة 7000 بيكسل وقلتلك 50% فال7000 قدش ال 50% تبعتها؟ 3500 فالتالي فعليا النص سبعة ايش هيكون فعليا ال 50% هيكون جاي تقريبا في النص هنا بشكل هذا تمام؟ تمام؟ شايفين كيف الفرق بين ان فعليا انا احط بكاسل هنا او احط بنسب في الجزء ايش اللي انا بحط زيك تمام؟ فالفعليا لما بدي انا اكون محدد العنصر تبعي بالدقة تمام؟ يعني بالبيكسل تمام؟ فالفعليا بدي اخد في عين الاعتبار انه والله انا هذا النظام فكس يعني هذا النظام ايش ثابت يعني فعليا نظام ايش ثابت لما اكون انا محدد العنصر تبعتي بنسب فبناء على حجم الشاشة تبعتي تمام؟ هو ايش بياخد النسبة هادي تبعتي بياخد ايش النسبة تبعتي فعليا لو قلتلك انا سبعين في المئة زي ما احنا شفنا الشاشة ايش اللي احنا قسمناها مقلت لك انا انه انا 30% وهنا 50% بالنسبة للكونتيرا انا مقلتش انا انا فعليا 500 بيكسل 800 بيكسل تمام؟ او 200 بيكسل و 400 بيكسل لا انا قلت 30% يعني بغض نظر ايش الشاشة تبعتي لو كان حجمة اه 2000 بيكسل 7000 بيكسل 900 بيكسل الاخرية تمام؟ اه فعليا ايش بدي اخد بدي اخد فقط بالجزو ايش لما قلت لك 30% من 7000 قسم 7000 على 3 تمام؟ بطلعها قديش او لو قلتك 50% سيقول لك 3500 بيكسل بالنسبة لشاشة 7000 لكن لو قلتك انا 50% لشاشة 1890 بيكسل تمام؟ سيقول لك والله هاد الشاشة فيها 945 بيكسل اللي هي 50% تبعتي فعليا في عندي نظام الفيكسل وهذا باستخدام البيكسل باستخدام فيها البيكسل او او النسبة تمام؟ او الدينامي كلية تمام؟ حسب طبيعة الشاشة تبعتك وعارضة تمام؟ اللي هم نسميها احنا البرسنتيج تمام؟ اللي هو ناخد بخاصيته البرسنتيج او 100% هذا موضوع الايكون كيف ممكن نضيف الايكون تمام؟ هذا عن طريقة السلامة تمام؟ الآن يجي اخر شغلة نتكلم عنها اللي هو موضوع موضوع اللينكس عضوها اللينك اللينك زي ما احنا عارفين يا شباب تاخد خاصية من الديسيبلي اسمها هذه ثلاثة اللينك صحيح الـ A الديسيبلي تبعتها بكونها اللينك الآن اللينكات هدولها يا شباب في لهم حالات في لهم حالات هذا دبقوا انطبق برضو على جزء من العناصر التانية في عندي مجموعة حالات تمام؟ موكا طبقها على العنصر هذا اللينك طب نشوف ايش هم الحالات أصلا؟ شوف ايش هم الحالات؟ اول ايش هم نتقول بشي ملاحظيين شغله انه انا ايش بصوى فعليا؟ ان انا مرار بأشر على اللينك او اني فعليا بضغط على اللينك او اني بزور هذا اللينك هذا اللينك شوفكم حالة عندي انا اتكلمت عنها ثلاث حالات بضغط على اللينك بأشر على اللينك بزور اللينك والوضع الرابع هو الوضع الطبيعي الاصلي تبع ايش؟ تبع هذا اللينك يعني كيف الشكل تبعه؟ الان هذا كيف الكلام انا بحدده فعليا في الحالات الخاصة مثلا في اللينك او مثلا ممكن جزء منها لنستخدمها لعناصر تانية اه منها وهو ايش سباب استخدام ايش؟ الحالة تبعته الان كيف بدى احدد الحالة؟ كالتالي شباب العنصر تبعي اللي هو الايه؟ لو عملت موقتين بالشكل هذا وكتبت الحالة تمام؟ كتبت الحالة تبعت اللي هي في عليا يعني يا بتكون اللينك يا بتكون يعني مؤشر عليها يا بتكون اكتف يعني انا فعليا مضغط عليها يعني انا ازيرها بالشكل هذا هذول الحالات الاربعة تبعت مين؟ لينك اتش اوفر وفي عنا هاش الاكتف شوي شباب انا عندي عنصر عندي عنصر هادة وعندي النقطين هادي بعد النقطينbalanced اضع اسم الحالة هو ايش عن الاربع حالات الى احنا شايفين الان تمام هادول الاربع حالات هاي الموجودة عندي لهادول اللينكات الاربع الموجودة عندي هايها نطبقها كل واحد لحن كل واحد هاي الاي لينك اللي هي الدفل تبعي ايش الدفل تبعي بيكون الجواب الطبيعي ما يصبح لونهم؟ لونه أصفر أصفر أصفر. وهو الحالة الأولى تبعته اللي هيش الحالة الطبيعية للأساسية تبعته. طب معشي روح نشوف الـ H-Over تبعته. إيش الـ H-Over? H-Over مثلا بدأ أعملها background color للتنييز. وبدأ تديلها لوني الشباب لون... مثلا زهري. Bank. تمام؟ I-Save. أتكد حفظ ما حفظ. الآن مفهود فعليا H-Over يعني أنا لما أشر من على العنصر اسمه Link. أنا لما أشر عليه تتغير حالته من الحالة الطبيعية اللي هي اسمها Link الوضع الطبيعي لـ H-Over يعني حالة صار إيش مؤشر عليها. صار إيش مؤشر عليها. تتغير حالة ما سيحدث فعليا. تتغير حالة كيف؟ صار إيش لونها زهرية صح؟ صار إيش لونها زهرية بالشكل هذا. صار إيش لونها زهرية. فبالتالي أراكت هذه الحالة اللي هي التأشيرة لما صارت عندي لما أشرت عليها أخذت الـ Color تبع إيش اسمها Pink. الوضع الطبيعي لونه إيش أصفر. لما أشر عليها بيصير إيش لونه إيش زهري. طب ماشي. نشوف الـ Active. الـ Active. الـ Active يقول لك أنا فعليا أنا بظهر أو بتفاعل تمام؟ لما تضغط عليها. يعني لما تضغط عليها فعليا أنا فعليا أتفاعل. خلينا نعملها لون مثلا زي Black. شوف كيف تصير طلع معي شكلها. هاي refresh. شوف كيف Black كيف تصير فعليا. لأن هذا لونه هو الوضع الطبيعي. وهذا اللون. شو اللون هادا. اللي هو لما أشرت عليها يعني أتش أوفر. الان طلع شباب بضغط عليها. طلع كيف. شوف لما ضغط عليها صار. ضغط عليها صار فعليا. طلع كيف. لما ضغط عليها صار لون هايش. شوفين كيف أنا لسا ضغط على الزر. لونها أسود تمام؟ هيك هايش صار لون هايش. هاد الحالة الان اللي تفاعلت شي يا شباب. تفاعلت. اللي هو اللون الأسود. اللون الأسود تمام؟ هاد نشوف الحالة الأخيرة اللي هي visited تمام؟ وهاد فعليا ما بتتفاعل إلي لما تكون انت زورت اللينك هادا. سابقا تمام؟ زورت اللينك سابقا تمام؟ ففعلين لو قلت لك هادا background color. لون هاش. لون اه. براول. بني. او روزي براول. انا اعمل فراش. شايفين شباب طبعا انا انا زورت اللينكات هادا هو الهات طول لما ضغط عليهم تمام؟ اللي هو جوجل. انا بس بدي اغير واحدة منهم خلينا نحوان. عشان ما يكونش انا نزاير الموقع. اي 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 بي ام دوت كوم. شايفين كيف هذا اللينك الاول. طبعا هادا روزي بنك اللي هو بني براول هادي. خلينا خليها بني بشكل هذا عشان اوضح في ولاي لكم. هاي طلاقيف هادا البناء. هادا اللون البناء. اللي هو مبين عندي هاي طلاقيف هادا اللون اصفار. هاي زهري. هاي بلاك. وانا فعليا لو ضغطت وزدت الموقع فعليا هتلاقيه صار ازاي هادا اللون. هنا بتضغط عليه وخليه يحولنا عليه. فعليا هو ايش راح وين راح الموقع. هاي ماشي بني. تمام? وبالتالي انت الوقت الان زلتو. تمام? هاي كنت ليش انا فعليا مبين عندي البراون الان. مش مبين عندي الالوان التاني اللي يالو والبنك. حتى لو اشرت انا عليها طلاقيف. لو اشرت عليه البطلين. الان هادول اللينكات الشباب تم زيارتهم صح? يعني ايش الحالة تبعتهم فعليا? فعليا. يعني الحالة الان هي المفاعلة. انه تم زيارة فعليا هادولوان انا فاعله.けنس الان او كنت اروا كنت اروا بها. طيب ماشي. انا لما اشرت عليها انا فاعلة ايش? فاعلة الاتش او او برا صح? لما اروا عليها عمون سايشة الفاعل هاي 가 skull man and he över. هناى فاعلت بها الاتش اوفر لما اكون مؤشر عليها بكون فعليا مفاعلة الاتش اوفر اللي انا مؤشر عليها فى السوقت هذا اللينك مزار ففعليا بتكون مفاعلة مين الفيزيتت انتل طب ليش انا مبين معي الفيزيتت وليش انا مبين معي الاتش اوفر لانه شباب زي ما قلنا السياسة هي اصلا كاسكاديدن يعني الليارات ايش الليارات مصفتة اولا وبعد الان في عندي 2 ليرز 2 ليرز واحدة للمين للاتش اوفر بلون زهري ونفس الخاصية يا شباب موجودة لمن للفيزيتت لما انا فعليا تم زيارته الان مين موجودة بعد مين الموجودة بعد اللي هي الفيزيتت الصحيح فبالتالي كأنه عمل اوفر رايت كأنه كتب فوقيها مباشرة تمام على مين على هذا العنصر تمام انه اا اللون تبعي من بنك كتب فوقي لون تاني اسمه ليش لون براون فالمبين لقلك فعليا هو البراون نبين لقلك واش فعليا البراون فبالتالي يا شباب فعليا اخر لون هو لذاك اللي هو الكتب عليه هو البراون عشان هيك احنا فعليا نبين معنا البراون لو انا بس انا حطوطو هذا فوق زي هيك بشكل هذا تمام خلينا نشوف كيف تتصير فعليا الخاصية طلعها كيف هي رفرش رفضة عشان هيك موظره موظره تمام كلها موظره تمام هذه الان يجب ان الايجاب بس انا واش فعليا انا لك كلها تتصير فعليا اذا كنت اشتركم لاجبت على العشان هيك بشكل موظره ليش كيف حالان كيف صار ينكره لون زهري متى ايش يعني عندما ينكرت لون زهري انا فعليا الفيسيتات انفاعله موظرة لم ينك جدت لين التنسة الآن اللون الذي طبقه في الأول هو البرون اللون اللذي اجد وكتب فوقي هو اللون الزهري اللون الزهري عندما رأيت هذه التنسة ففعلين اللون هذا كانت حالتين تنتين ظهرت التنسة والاتش التنسة والاتش فبالتالي فعليا عندما طبكت اللون كانت اللون الثاني وكتب فوق مين اللون هذا اللي اسمه براون في بتالي فعليا بيان معي النص هذا فهو فيزيتيت تمام لكن ما اشرت عليها ايجى اللون اللي تحت اللي هو الـ background في بنك فعشان هيك يظهر لكن ما تكون هادي تحت تمام فاللون اللي بديكتب عليه مين هو اللي هو الـ brown لما تكون تحت فاليا بديكتب عليه brown في بتالي اخر لون الشباب اذا كان يعني الملخص باعي اذا كان عندك تشابهت خاصيتين لنفس العنصر خاصيتين لنفس العنصر تبعي تمام ففعليا مين بتطبك اللي هو اخر واحد تم تنفيزه اخر واحد اخر واحد يضاك يعني لوقيت انا عندي هالـ background وهانا باكي جراون هيا عندي مثلا اكتف والتانى عندي visited تمام عافظة اخر واحد فاخر واحد اخر واحد اللي تم تنفيزه هو شهول بظهر لمين المستخدم لان انا فعليا هدا اندي باكي جراوند كالر خاصية وهدا باكي جراوند كالر فاندي خاصيتين تنتين وهدو تنتين في نفس الوقت هم هدولا منفذات او فعالات يعني الـ active مفاعلة والفيزيتف مفاعلة ففس وقت مين البظلة المستخدم المذاكية اللي هو اخر واحد اخر واحد اللي هو بظلة مين للمستخدم في حالة انه تشابه تشابه ايش الخاصية لمي لنفس العنصر هادا تشابه ايش الخاصية لمي لنفس العنصر اللي احنا حددنا هذا آخر شيء بنتكلم عنه هو موضوع اللينك تمام ويعني انا ممكن نعملكه كمثال بسيط تمام عشان نشوف كيف احنا ممكن نطبقه على مشروع تبعنا على مشروع تبعنا طب الشباب احنا فعليا قدامنا مثال بسيط تمام لمشروع من احد المشروع الموجودة معنا زيك تمام وليف علينا مفروض من كل واحد فيكم تمام يجدنا في زيادة المشروع الآن زي ما انتم شايفين قدامنا هذا تصميم احد تصميم اللي جدني مثلا افرضا شكلها كالتالي يعني زي ما احنا نتعلمها في البداية ان اول شغل لما شوفوا تصميم بدأ قسمه لكون دينيرات خاصة فيه تمام بحثنا فعليا ان احدد كل عنصر من عناصر موجودة قدامي زيكا اساسا انه فعليا مستقبلا من سياساس ان انا فعليا امسك كل عنصر بطريقة لحال ان اطبق علينا ستايل زي ما انتم شايفين عندي اهدار عندي هنا لوجو يبما انه هذا هذا الدائرة هي لوجو مثلا في هنا مثلا نص هنا مثلا بريم سيفي في عندي هنا منيو تمام عندي هنا مثلا ايه سايد هنا مثلا فيها صورة شخصية مثلا صورة شخصية صاحب CV تمام انا ممكن اضع هنا Skills اضع Skills هنا HTML CSS Gquery انا ممكن اصفت الاغراض الموجودة هنا مثلا Experience Experience اضع اضع نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام نفس الفكرة ايش اضع 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 هذا التصميم اول ما بدأت فيه فعليا عملتها نشوف فلات اجتمال تمام اضع سوف اضع قبض ازع اضع 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 نحن اضع هذا الجزء ممكن نضعه في لاتشمان هذه جواهر ممكن نقول الشكل هذا بعد هيك في عندي الناف هذه زي ما تشافين هذا الناف الناف الموجودة عندها فيها المقصد فيها المينو تبعتها انا عملت ULLI تبعا محطط فيه من لينكات تبعتها اللي هي البروفايل والكسبرينيونس ودوكيشن مثلا والكوليفيكيشن هم هؤلاء الممثلات هؤلاء زي ما اضافه للسكيلز الموجودة انا كمان ممكن نضيف واحدة العلاقة بالسكيلز شكل هذا وسميه سكيلز شكل هذا وسميه سكيلز تمام تمام بعدين عندي الان في عندي الجزء هذا انتو شايفينه هذا الجزء كل هيته كل هذا اللي انا بعلمه الان في اللون خلينا نعلمه بلون تاني او في البراش هادي اختار اللون مثلا احباني هذا اللون هذا الجزء هذا انتو شايفينه هذا هذا حاوي جزء ال الجزء هذا والجزء هاش جزء هذا انا سميته مثلا اي سايد هذا جزء هادي ال اي سايد وهذا الجزء التاني اللي هو سكشن الكبير هذا اللي فيه جوه سكشن اثنين ثلاثة اي اربع اربع سكشن موجودة جوه تمام بل اضاف الموضوع سكشن الفوطر denام الاسفل اللي لاتحت الموجود هذا اللي عندي هذا الفوطر هادي الكلام يطبكتو هنا هاي الناب عندي ادارة اي قائمة هاي الناب ادارة جوه هاي اي اسفل كل واحده اي اسفل كل واحده اي اسفل لأنها قصر الالتكال اللي كبيره هادي فيها اي سايد هادي الاسفل اي صايد اي صايد اي محتوى عندي صورة الصورة اي اضغط جوا ويضع جواه اي اميج معين افرض ان اضغط الصورة الى html نضغط بي امجي انا اخترت تمام عندي اي 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 اش اعمل بلوك اه اه احد العناصر الموجودة فلا تشتمل بردو تمام يعني اي استخدم قدامك عشان انه عندك امكانية تستخدم العناصر والدف هاده زي اي كونتينر يا شباب زي اي كونتينر زي ممكن تستخدمها لكن فضل انك تستخدم العناصر زي ما اقولك انا حطتها هنا بس عشان تتعرف ان فضل انك تستخدم عناصر لتشتمل 5 افضل بكتير انك فليا تستخدم مثلا البلوكات ها احدنا فانا انا عملت ديف هانا تمام ديف هادا حملة كلاس اسمه ايش بلوك وحطت جوا هم هادولة في الاسكيلز هادا الهو ايش شباب الهو عندي بروغرس 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 وجربت لكم ميتر كمثال يعني لكن هي بروغرس اكثر يعني يعني اكثر اضاحا لكن انا عملت لكم هانا برضو ميتر عشان تعرفوا قولنا احنا في فرق بين ميتر وبروغرس قولنا بروغرس الشغلات القابلة القياس بشكل الضقيق والميتر للشغلات القابلة القياس بشكل الضقيق ممكن تستخدموها اكثر طب تمام اهي خلصنا من موضوع الاسايد تبعتنا اللي هي كانت تحتوي على الصورة وزاداش السكيلز الموجودة الموجودة معنا طب تمام هل راقت ايش الخطوة اللي بعديها الخطوة اللي بعديها فعليا بدا تشوف السكشن الكبيرة هادي ساكشن الموجودة السكشن الكبيرة البعدي تمام ٤ ساكشن فساكشن السكشن الاولى ساكشن التانية وهنا ساكشن الساكشن الثالثة وساكشن السكشن الرابع وساكشن الرابع هذه ساكشن السكشن عاشي الرابع هذه اللي نشوف كل واحدها شاءتها السكشن الاولى اللي اسمها بروفايل اسأكشن موجودة Allan points أو دعنا نعلمها بلون الأصفر هذه السكشن الأولى هذه بلون الأصفر وديتها المتابعة وديتها الـ ID هذا اسمه الـ profile لماذا اعملت الـ ID هنا؟ لأن اعمل الموضوع الـ Bookmark ربطت لينك هذا بمين؟ بالجزء هذا فعليا عندما اضغط على لينك بروفايل سيقفلي سيقفلي في الجزء ايش سيقفلي مفترض على البرفايل سيقفلي مفترض على البرفايل وعملت سمعت الكلاس سبعة بلوك وكتبت فيها اسمي ونبدأ عن نفسي نبدأ ايش عن نفسي هذا هو الشغل في السكشن الثاني الجزء الثاني هذا نفسي قرأت الشركة والشركة ايش في الخبرات لدي ثلاث شغلات ايش انا مسمر وظيفي وايش الشركة التي اشتغلت فيها من تاريخ أكم لتاريخ أكم وبعدين ايش اشتغلت في الشركة وجدت ثلاث عقلي المصخر الأولى انا كالوبدوفلبر اشتغلت في شركة بيتا من سنة كذا لسنة كذا و انا صوت فيها اعملت كالتالي اعملت بلد ادفلوب ايكس بووب سايت مثلا عندي كونتر منجميات سيستيم في عندي ادفلوب باول الاخيرية تمام من الاشي من العلويين انتم شايفينها قدام بطري هذه الشركة الاولى في عندي كمان شركة او في عندي كمان شركة اشتغلت مثلا شركة تاني وهي مثلا مثلا كمان انثال ثالث الشركة الثالثة مثلا زهي بالشكل هذا خلصت روحت على السكشن البعدية اللي هي ايش الهدوكيشن بعدين عملت بلوك كلاقص زيك درباكم ممكن هنا انا بلاتش تكون ديف يعني ممكن اعتبرها عبارة عن سكشن عادي يعني نفس الاشي سكشن او مثلا بلوك تنتين سيامي شباب تنتين ايش سيامي ممكن استبدل الدفات هادي بسكشن وانا هانا بلتستبدل هنا هادي الدف بلتستبدل ايش بسكشن عشان انت فعليا تكون العمر ايش اكثر وضوحا هاي دفة هاي دفة تانية بدل بدل البلوك بدل البلوك ايش انا بسبب البلوكات هادا الاسم كلاسه دفة بلوك بدل البلوك بدل البلوك الم選م كمان دفة يعني كولاتو نفس الافكرة فعليا هذي كنتينر وهذه كنتينر يعني تنتين سيامي لك اذا ما قلتلكو احنا عشان درسنا تشتمل 5 لان احنا نصنفاليان ان اغلب العناصر اللي اخدنا اني استخدم فيها ايش الدفعة العناصر تعطيش اتشتمل 5 تمام في عندك كمان سكشن خاص بالكواليفيكيشن تمام في الكواليفيكيشن تبعتها نفس فكرة في عندك سكشن سكشن جواها سكشن اصغر منها تمام اعملها كلاس اسمه بلوك تمام وفي ايش وفيها العنوين التالي يعني فيها انا فعلي هنا انا انا اعمل نتورك كمبيوتر نتورك بلسكسن سببورت الى اخيري تمام من العنوين التانية مثلا هاي شهادة اولى هاي شهادة تانية مثلا وهي شهادة تالتة مثلا الى اخيري تمام ايشهادة ممكن تضيف اقترميه واخر ايش اعملتنا ايش الفوتر الانشوف شكل هادى fml اصلا هكيف الشكله اعدى فلانا فلي ماblock這是 هذا نفسيا فاضي هاي شهوال اعمال rage شوف هاي شباب الان هاي تمام تبعتي كيف الشكل شكل اقترحين بعض هاي الصورةun هاي اسمتواي map الوبراهيم هاي lin beginnings الصوت الشخصيه يوجد الكابتش الرجلات الموجودة الأفضل شركات نبدأ نضيف ستصبح اول مشغلة سابقا أربط ملف ملف بملف الـ CSS بالملف الذي اخترته عن طريقة الـ Link وردت شريف بربطه في الـ Assist CSS style sheet زي ما هي فعلية شفناه قبل هكذا ملف الـ CSS موجود و هذا الـ Assist CSS و هذا ملف الـ Style sheet الآن بدأ نفذه الـ styling نبدأ من فوق الآن لدي العنصر يبدو أن تدل له هذا الكبير يحاول كل شيء كل شيء موجود كل هذا هو موجود جوال هذا الـ Body ممكن استخدام خاصية و أقوله والله انت خلي الـ Font تكون مثلا هناك خط نوع اسمه Verdana اعظم هاتنا نشوف هذا الخط طبعا شباب كيف الخط هذا الآن هيتغيره و ما هيتغيره شوفين كيف تغير الخط تمام؟ هينوم من نوعه و الآن بدأ أعمله font font size كل هيتغيره بدخل كل خط هيك تقييب الحجمه واحد تقييبا هم هكرا أقول 15 بيكسل كبير خلينا نقول 16 تمام؟ ها تقييبا زيك تمام؟ هيا منها 16 اه بدي أعمله هيك background color background color شكل هذا مثلا خلينا نقول هاي لون اه خلينا هي تقريب الميل للبيض شوف كيف بدأ طلال اللون هدا ها تقريبا شايفين كيف اللون هدا تقريب الميل ليش البيض السكري يعني تقريبا تمام؟ طب تمام الآن الآن بابدأ لايش بابدأ لايش بابدأ من فوق بنزل تحت بمسك عنصر عنصر تمام؟ بمسك عنصر عنصر وبخلص منه وبعدين بنزله على البعض تمام؟ هكذا انت بضع في عندي ايش الهيدر تمام؟ في عندي ايش الهيدر طب ماشي قبل هذا الهيدر بدي أعمل شغلة تمام؟ عشان بس أشوف أنا فعليا كل العناصر كيف كيف محاطة فيها زي هيك بدي أعمل أنا تبدي أعمل أنا بودر لكل العناصر بدأ أشوف بدي personagem وهاي الاسايد. الاسايد جواه الفيقر راح اضعنا الفيقر. نعم هاي الفيقر. تمام. وفي عندي السكشن اللي كلاس صباحة بلوك. يعني هاي السكشن. الكلاس صباحة اسمه بلوك. شك هادا. شباب شباب عناش هاد الفاصلة واه. يعني الهيدر والناف والارتكيل تمام. والفوتر والاسايد والفيقر والسكشن هادا. كل عيدهم ايش. كل عيدهم تمام. بدي ادي لهم ايش يا شباب. بدي ادي لهم بوردر. بدي ادي لهم بوردر. بدي ادي لهم بوردر. المغضاء مثلا واحد بكسل. انه مثلا صليد. زي ما قلنا بريد اخد صليد. واللون تبع مثلا خلينا نقول لون غريل. خلينا نشوف لون رمادي. شوف كيف لان اطلع معايش. شباب الان. شوفين كيف شباب الان. عشان بس انا بدي افرجيكم انا كيف شكل كل كل كونتينرات هادولا اللي احنا سميناه هادولا. الهيدر والناف والارتكول والاسايد والفقر اوضاك اللي هو مفالعين موجودة زي هيك. عشان بس انا يبدأ ياخد يعني يسهل سهل الامور. واشوف انا كيف كل عنصر الحال. طلع كيف مثلا. هاي الهيدر. كامل هاي الهيدر هيك. وهي مثلا هذا الجهزة وهذا اللي هو اللي بلقى لها لان اختلطها زي كري موجودة في اتش تمال هنا. هنا في عندي الاسايد هذا الجوال اتش وان. هنا الاسايد ممكن نشوف ندي له كلاسة يعني هاده ممكن نعمل هاده. كلاسة هاده. تمام? انو عندي اي صال جوالي اتش تمام? كويس. ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لكي اوضح اكثر هذه الكلام بدعم المارجن المارجن قلنا بينها وبينها المساحة او الهام اشتباتي تمام؟ بينها وبين مين بينها وبين العناصر التانية فمدعملها بنسبة ثمانية من عشرة في المية كنسبة شوف كيف تطلعنا اي شكلي شوفين كيف الشباب زاحت من هنا شوفين بدأت تبين معايا شوفين كيف هذه الـ A side هذه مثلا الـ Menu تمام؟ هذه الـ Articles هذا الـ Border اللي برها كلها اسمه هذا الـ Articles شوفين كيف هون مسكرة تمام؟ هذه الـ Articles شوفين كيف بدأت تبين معايا زي هنا مثلا طلعوا كيف هذا الانصر هذا هذا الانصر هذا الكل هيت وهذا موجود جواه الـ Skills اللي فيها الصورة وفيها الـ Block طلعوا كيف الـ Block وفيها الـ تقريبا انا عملت الكلام هذا عشان بس تشوفوا انتم فعليا قدام معينكم كيف الشكل العام ليلهم كيف الشكل العام ليلهم طب ماشي طب ماشي هذا بس هيك الـ التمييزة عشان بس تشوف كل كنتينر وين حدوده وكيف انا فعليا لما ابدأ اقسم فعليا كيف انا باين معايا كل عنصره لحل كل عنصره لحل طب ماشي رجل تنمسك كل عنصره لحل او ما بدأ ابدأ من الـ Header من الفوق هاي ايش بسوى بكتبه الـ Header هذا الأنصر على مقصود فيها كل الـ Headerات الموجودة عندي فعليا عندي شيء لـ Header واحد هذا بسوى فعليا هذا بسوى هذا الـ Header فيها الصورة هاده وفيها ايش وفيها النص تبعي اول شيء بسوى الـ Header هاده لوني كيباك GroundColor وهاي لون انا نختاره تقريبا فب فب هذا الـ Header فلا يجب ان يكون الـ Header لا تشوف ايش الـ Header تقريب الـ Header شايفين كيف الـ Header هذا الـ Header هذا الـ Header تمام دون الـ Header تمام؟ بدعم الـ Header بس مقضاء مثلا 8 بيكسل 20 بيكسل ماذا يعني 8 بيكسل؟ يعني top و bottom 8 بيكسل طب طب اوكي تمام الان انا بدي هذا النص يجي في النص هنا في النص هنا نعم ما بدي يسير بالشكل هاده اول شاء الله شاء الله اوكي تقريب الـ Header كيف بدأ اصل له هاده؟ هادي 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 بدي اصغيرها بدي اصغيرها بدي اشهدها بشكل اه يعني انا شوفت انا في الرسمة عبارة عن دائرة حتى نشوف كيف ممكن احنا نعمل له هادي بشكل بسيط تمام؟ اول شي كيف بدأ اصل له الـ Header كيف بدأ اصل له الـ Header عشبه اشبه كيف بدأ اصل له الـ Header الـ Header بقولها فعليا ما وجوده جواب مياً للهدر بدلالة ابوها فقط فيه Header غير هذا طبعا بطلع اذا كان فش لها غيرها بقدر استخدمها بدلالة ابوها مباشرة فعليا فش عندي فانا كيف بدأ استخدمها هم المطريقة بتلقيه هذي. بده قوله image او بده قوله الهيدر اللي جواها الامج ثمام? فريا لاهاتي. الامج موجودة جوا الهيدر تمام؟ او الهيدر موجودة جواها ايمج تمام؟ اوه شقة بده عمله هاذي? اديلي الى الها width. بده ازغرها تمام? اديلي الى width. width تابعت مثلا بده فرضه اقول 200 بيكسل. تمام? و بدي اخلي لها هاي برضو. يعني ارتفاع عرض و ارتفاع 200 بيكسل. يعني بدي ارتفاع 200 بيكسل و العرض تبادل 100 بيكسل. يعني لسه حسوسة كبيرة انا بصغيرها اكتر اخليها مية وخمسين. وخليها ديش مية وخمسين. بالشكل هاي. هاي سي. اقريبا ايش. تمام? طب تمام. الان اه بدي اعملها شباب ايش. بدي اعملها شكل دائري هيك. كيف بدي اعملها شكل دائري? طلع كيف ايش ده صوينا? بدي اقول له border radius. مين بيعمل الشكل الدائري هذا تمام? مش هدي الحافة تبقيتها مفوضة تكون شكل ايش? شكل ايش مدور. تمام? بدي اقول له border radius. تمام? بدي اقول له 50% ايش يعني انا بدي اخد 50% من طولها تمام? من طولها يعني من طولها يعني من العرض تبعها. يعني الفرض انه هدي 150 بيكسل تمام? 150 بيكسل هادا الصور تمام? اه طولا او ايش او ارتفاعا. نص مية وخمسية وخمسة وسبعية. فبدي اعمل ايش بنسبة 75 تمام منها كان فعليا انا اعمل نص قطرة يعني هذه ارتفاعا 150 بيكسل تمام? الصورة. فعليا 50% من مية وخمسية وخمسة وسبعين بيكسل. فعليا كأنه فعليا ما اخد نص الطول تبعته. بدي اعمل كارف تبعها او المنحنة تبعها من نص للمنحنة هذا. شو بعمل منحنة كأنه تماما فعليا من الاربع اتجاهات تبعته 50% كأنه فعليا برسم دائرة بنص قطرها اللي هي نص الواتف تبعته او نص الارتفاع تبعته. ففعليا برسم منحنة من هنا هيك لهان هيك وهيك وهيك. ففعليا بيتبين معي كشكل دائري. نشوف فعليا بتعملت. طبعا كيف شباب. صادفة ليا شكل دائري. طب ماشي. هذا عملنا الشكل الدائري. الان بدي اجيبه النص هادف النص هنا كيف بدي اجيبه؟ الان زم ما ترى هذا بلوك. طبعا كيف ما اخذ مساحة. ما اخذ عرض المساحة تبعته كاملة. طبعا احد يقول ان هنا مساحة و هنا في مساحة زيادة. هذه نتيجة البادنج يا شباب. نتيجة البادنج نعملناها لكل. فعليا اعملته بنسبة 8 من 10% تمام. فعليا هادى نتيجة تضاكف. ففعليا هذا معمول بلوك. الان اول شغلة نصوية فعليا بدي ازغر الحجم تبعه هذا. كيف ازغر الحجم تبعه هذا؟ بدي ادي الوث. بدي ادي الوث عشان ينشي يزغر الحجم تبعه هذا. تمام؟ وان هو موجود. موجود جوة اي سايد اتش وان. الموجود جوة ياشي الهيدر. فالهيدر الموجود موجود جوه H1 هذه. هادي. او بدلالة الهيدر جوه H1. لكن one بتعرف فعليا عندي اي سايده جوه H1? فعليا ممكن انا Its Full بدون دلالة تضاكير. فسعلي ممكن اياس استخدم بدون دلالة تضاكير. فاهم لساهم ان اقفز هان اعمل الهيدر الموجود موجود لجوه H1. ايش هادى يصوره الفعليا؟ ينادي ادينها house. يعني هاة عرض هادى the container تبقى هاش عارض اه او ساببين خمس ساببين في المية. حاجة اصايد اه اي اتش وان. تمام لا انا بديش انا 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 فعليا. انا مش اي اي اتش وان انا انا بدي الكونتير مصر تبعها اللي هو اسمه اصايد. صحيح؟ ففعليا اي Angeles هذا المفادياً أنا أريد القانونر تحصل على A-Side وهذا ما حصل في القانونر اسمه A-Side هذا هو البديد. ليس كلمة نفسها أو H1 نفسه. تمام. قانونر يكون يدعون هذائكي. اللي هو أداقي يعني فعلاً فكلنا فعلاً فأنا بدي أقول له الهدر الموجود داخلها A-Side يكون 75% والتالي فعلاً فأنا فأنا كيف زغرت معي. هذي هي زغرت معي. طب تمام. طب هذي زغرت معي بس ضيلة لسه تحت هذي. كيف سأجيبها على الشيء ؟ أجيبها في النصف هنا أول شغلة بداخليها على اليمين بداخليها على اليمين بداخليها على اليمين بداخليها على المين بداخليها على float مثلا ما أقول له شايفين كيف ؟ حيث لحالة القيلة لما راحت هنا لدي مساحة فاضية فلت لحالة فوق لأيضا ما وصلت لحالة فاليان تأتي هذا في النصف ماذا نصوف فعليا ؟ ماذا نقوم بعملها ؟ لكي أزيح هذا العنصر خليه وان تأتي في النصف قريبا بداخليها هذا العنصر تزيحه عن العنصر الذي هو البر هذا المعلم هذا المعلم وهذا المعلم الأخضر هو الهيدر فهذا تزيح هذا العنصر بالنسبة للعنصر الثاني تستخدم من مارجن فعليا مارجن فعليا مارجن أبي استخدم مارجن مارجن في عندي اش بس بالنسبة لأين هو فعليا من فوق ففي عندي شغلة اسمه مارجن توب تمام ؟ بتحدد اش تحدد اندي فعليا مارجن توب بيكون اش توب فقط تمام ؟ مثلا والباقي بيضله كما هو افراد انه تخلي مثلا خمسين بيكسل واشوف كده اشوفه فعليا بيزبط معايا تقريبا في النص تقريبا شايفين في النص هنقول أربعين بيكسل أربعين سيف أربعين بيكسل هاي تقريبا ايش شايفوا ايش بارتفاعش بالنص طبعا اممكن هنا اكبر طويلة اده باقي 80% شيا كعتا 말씀 كيف تقريبا هاي خلصنا من الهدر اوكي خلصنا رؤوا على الى مين ا verses رأي ان disagree تمام ؟ فيكسlest Gott وienne ارى انت خروجى النايه اقضى شعر ليلة في النه ايش مطلوب في الناب انا في الناب درطب القوائم تبعتي انا اول اشي بطرقه جميع تمام فعندي الناب جوه الناب امسك واحد واحد اول اشي الناب الناب اول اشي بدي اديها عشان اميزة بدي اشوفها بدي اديها بدي اديها اللون التالي ايها مثلا خمسة اربة ايه سبعة تلاتة اف اف هذا يشمل هيكس ادي سيما يا شباب هذا اللون مش عارف ايش يطلع معانه ايش طلع معان لونه طلع لونه ايش لونه ازرق او ازرق مخضر يعني لون يكمل ايش طلعك تمام هذا الامين هذا الامين للناب تمام بدي اعمل هنا بدي اعمل بادنج بيكون من بوردر وجوه صح من الانصر وجوه ايش البوردر بدي اعمل بادنج طلعش دعم البادنج مثلا مثلا مقدار 12 بيكسل وهذه 12 بيكسل ايش من فوق وتحت ومن اليمين اللي يصار بدي ايش ولا شي دخلي 0 بيكسل طب ماشي هلا واقلت انا هاي الناف عندي الU-L الموجودة جوى الناف ما بدي اعمل الU-L فيه U-L لديي غيرها او اندي الU-L بس هادي الU-L بدي امييزها باذا شبابها بقوله الU-L الموجودة جوى الناف تمام؟ عشان شباب لم نظليش انا فعلينه استخدم الناف ممكن استخدام الطريقة هذه ممكن تسهل عليها هذه الناف لجواتها UL واحدة واحدة انا امسك الشباب الناف لجواتها UL مين هي الناف لجواتها UL اصلا الناف لجواتها UL فالUL تكون هذه القائمة هادي بس تبدأ من شغله فيها بدا اقول له خليلي البادنج تباحها وميكون لدي بادنج زير بيكسل وكمان المارجن لماذا اقوم بعملت ذلك يا شباب انا فعليا بدأ حدد قيمة البادنج وقيمة المارجن مارجن هادي مارجنته مارجن بالاربع تجاهات والبادنج بالاربع تجاهات لان بدأ حدد القيم لبادنج بدون ما يكون لدي بدون ما يكون لدي ال UL لأي بادنق أو مارجن لكي لا يكون لدي هوا مش زيادة فأنا حضرت لأي الهوامل لأنه يكون لأي الهوامل لأنه يكون لأي الهوامل لما أصفتهم جميعا لأبدأ أتحكم فيهم لأي الهوامل لأي الهوامل أضيف عليها بادنق فأصبح لدي أو مارجن فأنا فأنا أجل الهوامل أو مふن أن يدعم لا يوجد هذا لذلك لن خفظ لأنها هو لأي الهوامل النار الموجود لها الهوامل لذا لعبها الهوامل وفي الخصائص وله اعتقد جميع ذلك الهوامل لدي المعارفة الهوامل PLOK كيف أعرفت أقع بـ تم reمسك العصر الهو الهو ielahi كيف فعلناه الأولى على العهم من الاول لحتى اخرى فحجزaland المساحة هنا لسي لا أحجز المساحة كلها column 지ablisت差 هذا مقصد فيه كل ال I الموجودين جوه ال UL الموجودين جوه مين الناف كل هما دول عملية تبعتهم ال line فلو انا عملت ال save وهي refresh ايش هيسي معي هل يقيم طلاقة في كل ايه تم صفه وطوائش صاروا جميعا صاروا جميعا تمام طب ماشي طب انا ايش ده اشغلي الان بدي اشغل على ال linkات الان ده مشي على ال linkات فبدي اقول له انا فعليا ان في الموجودة جوه يؤلل موجود جوه ال I اللي جوه ال link هاكت ال link احر نكون فيه ايش فيه عندنا اربع حلات اللي هي ال link و ال H over و ال active و ال H و ال visited صحيح هم اربع حلات تبعون ال link طب ماشي هاكت استخدم كل تنتين مع بعض دخليكم كل تنتين مع بعض سريق تمام يكونوا ايش يمثلوا ايش ايه مثلوا لون معين زيك بدعم مثلا هاي ال nav جوهتها U A اللي موجود جوهها ال I و ال A و موجود جوهها A و ال H over visited مثلا بدخلي visited ال visited Eli visited مع ال link بتاخد تاخد تاخد شكل معين تمام و عندي ال link و ال ا ا ا ا ا اسف ال active على فرض ان يعني ممكن تعمل انتك كل واحدة الحال يعني ال active Plus Over ما بعد يعني بس ايكم بابه الاختصار طب ماشي نشوف راجعة عندي في الفيزيتات لما تكون تم زيارتها تم زيارتها تمام او انه الوضع الطبيعي لها بدعمل شغلة اسمها بادنك مثلا طبعا بدعمل ازاحة ايش تصونا فعليا هذا الليك بدعمل ازاحة بين هذا و هذا تمام مين هو العنصر ال A تمام فعليا لجول العنصر ال هو A تمام بدعمل ازاحة بين ال A هادي وال A هادي تمام او بين ال A تبعيتها نفسها تمام عشان بيين معي ال A نفسها يعني من بوردر وجوة يعني بتكون هي فعليا طبعا مثلا 12 بيكسل عفردان هاي 30 بيكسل ايش اللي عشية 12 بيكسل top و bottom و 30 بيكسل left و right اول شغلة هاي فعمللي هنا بادنك طبعا كيف هاي ال A هاي ال A هاي ال A باللون الازلق الغامج اللي انت شايفينه و كيف الهامش اللي موجود فيها 30 بيكسل من اليمين واليسار و من فوق ايش 12 بيكسل تمام؟ طب ماشي على الوقت الشغلة التانية شايفين الخط اللي تحت هذا انا ما بدي ايه ما بدي ايه بدي ايه بدي اقيمه تمام؟ ايش خاصية تمام فعليا اللي احنا حكوا عنها تيكس ديكورياشن تيكسد ديكورياشن فعليا اللي بيتتحكم فياش الخط اللي هي احنا فيه عندها قلنا ما بتكون فوق اللي تسميه Overline اللي اما بتكون في نصها اللي هي line throw ما بتكون تحتها هي Underline ما بتشيلها كلها تستخدمها ايش خاصيتها اسمها نعم صحيح؟ نعم ففعليا سنعطي إن شال هيا تمام إن شال هذا اللون لون هيك غامج و هذا اللون أزرق و هذا اللون أزرق فبش حلو فعليا مبين فبتخلي اللون هذا اللون أبيض كيف تخليه اللون أبيض كل بساطة استخدم خاصية اسمه هاش color تمام؟ color و بتديره اللون لون الأبيض يعني اكتب white لون أبيض بالشكل هذا أو باستخدام الهكسا ديسيمال اللي هو اللون ايش اللي هو هذا اللون ايش لون الأبيض يا هادي هادي تنتين ايش؟ طب ماشي بدي أغمق الخط هذا تباحها كيف بدي أغمق الخطها شفين كيف يا شباب أنا بدي أعمل شغلة و قاعد أطبق مباشرة بدي أغمق الخط تباحها كيف أغمقه؟ باقول له ايش font اخدناها خاصية font فونت ويت ايش فيها؟ بدي أخليها مثلا فونت ويت تسعمية بدي أغمق ايش بدي أغمق ايش بدي أغمق طب كويس الآن ايش دا صوى أنا فعليا بدي أستخدام الآن بدي أروح أشوف للتاني هادي للأتش أوفر والأكتف للأتش أوفر والأكتف تقريبا انه هي بتكون نفس الخصائص بس أنا فعليا بس بدي أغيير ايش يا شباب بدي أغمق اللون التبعي اللي عندي بدي أعملها باكي جراوند بس هيك تمام اللي تمييزها فعليا يعني بدي أغمق اللي فعليا اللي فعليا بدي لها مثلا هاي نفس البادنج طلعها كيف نفس البادنج 12 بيكسل 30 بيكسل بدي أعملها مثلا اه هانا مثلا باك باكجراوند كالار وبدي أدي لها لون مثلا لون أزرق ها نقول هاي لون أزرق اطلع معي شكلها شوفوا الآن يا شباب طلعها كيف اوه حلو شايفين كيف هاي صار عندي فعليا ايش صار عندي باكي جراوند لما أشير عليها تمام كيف أنا عرفتها من الحالة اتش اوفر تمام حالة اتش اوفر والاكتف يعني حتى لما ضغط عليها بتاخد نفسيش نفسيش اللون تبعي تمام نفسيش اللون تبعي هذا بالشكل طلعها كيف هذه بس لما تعمل الشغلة هنا برضو حلوة اللي هو بدي بدي اخلي الكالر تبعتي يعني لو قلنا هاي النص سبع مثلا F F A A F F شايف هاي اللون ايش هيطلع معايا بس لنجربه هاي بطلع كيف او لو خلنا مثلا نقول yellow طبعا yellow الأصفر تمام وهي safe شايفين كيف اهو يعني ايش ايش يلضف طلع كيف يعني ايش بديك ايش بديك ايش بديك حركة ممكن تعمله باديك و مارجن كمان ببديك حركة لايش ليلة تمام بديك ايش حركة ليلة طب شايفين هذا المربع بديك بديك بوردر صغير اي بوردر بوردر راديس تمام اي بوردر راديس خلينا نقول بمقدار بوردر راديس مقدار مثلا اثنين بيكسل او خلينا ثلاثة بيكسل شايفين كيف تطلع معايا شايفين بس هيك حافة شايفين كيف الحافة اللي هنا هيك يعني ايش يلطف من ايش طب تمام هاي خلصنا ايش بابا هاي خلصنا ايش المنو تبعتنا طب تمام الان بدينا نروح لوميا هاتوا نشوف ايش العنصر التاني اللي بعدي هاي العنصر البعدي خلصنا من الناف كل شي راكت نبدأ شباباش في موضوع الارتكل تمام وموضوع ايش موضوع الاي صايد طب تمام انا وصلت وين للجزئية الكبيرة هاده هاده الجزئية الان نتقسمها الان الجزئية هاده هاده الجزئية اللي هي الصايد اللي هي الصايد تبعته اللي هي الصايد تبعته الموجوده جوه السكشين هاده ايش بدي اعملها بدي اخليها راكت انا جوه الارتكل صح يعني انا هاته يميز الارتكل طيب ماشي هاته يميز الارتكل ها سيف هارف ايش حتى نشوف كيف الارتكل هيا شباب هاي اللون تبعتها اللي هي ما ايلا تقريبا ابيض مايه للرمادي طرى كيف كل هذا هاه هو الارتكل شايفين كيف هذا باللون هاهدي اللي انت شايفينه هاذا كلهش هاي ليش للرمادي تقريبا بشكل هذا طب تمام هاي الارتكل الان جوه الارتكل فيه عندي يعني حسب الرسم تبعتنا كان نبين فيه عندي الاسايت وعندي ايش السكاجة الليل موجودة فيها صحيح؟ ازاي السكاجة موجود فيها. اوه ايش انا نروح لموضوع ايش الاسايت أيش الاسايت نشوف ايش الاسايت نصوي? قداش بدأت اخذ معايا فعليا؟ هتاخذ قيمة تلاتية في المية صح؟ يعني مشي قلنا احنا ممشي واحدة واحدة عدت نجعل الكود اي بي عندي. هاي الاسايت التباتي. الاسايت هادة هي الاسايت الكويتم بدأت اخذ ايش هيا أيع هذه الممكن ففاليا ممكن بدي لها id معين يسي якت passive هلاذن الاسايد موجود جوه Keep that up الاسادي موجود جوه الارتكل تمام هادش نصوف يعني الاسادي موجود جوه الارتكل زيب انت شايفين هنا هادش دخليه 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 الوث قديش تبعتم الوث تبعتم قديش تلاتين في المية تلاتين ايش في المية تمام الهان نعمل ريفرش نشوف كيف اه كيف هاتسيه معاي لاحظو ايش صار فيها فعليا طبع كيف صارت هذا الكنتينر هاي هذا الكنتينر الاسم واسع اتبعي هادا صار قديش حجمه تلاتين في المية شايفين كيف ضبط الارماث قليته جواها تمام تلاتين في المية لكن لسه انا شايفوه جاي وين جاي على الاشمال ولسه في عندي جزء ماخذ عرض كامل يعني اللي هو هادا السكشن هادا زيكي هادا ممكنش نصوفيه هادا بدنا نقوله ايش بدنا نقوله ايش بدنا نروح لي على السكشن تمام هادا ولا وخلي لي هي سببين في المية مش هادا تلاتين في المية اذا هادا كله هادا بدنا خليه ايش في المية فانا بالتالي بدا حق كل هدو الى جوا سكشن كبيرة وبدى تديله هادا كلاس وبدى يقول انت الكلاس انت ايش اسماك انت تبعتك هادا الكلاس تبعت ازايكها بدا تسميه ايش اه اول مثلا ليه كنت كنتين سكشن مثلا كنتين سكشن هادا وانت سكشن مافوض تكون سكشن اوين هادا هادا سكشن هادا اسمه كلاس كنتينر تمام قويش هادا مش هانا هادا مافوض تكون هانا بعد كل السكشن تبعتك اللي هادا وهادا واليديوكيشن والكواليفيكيشن وقبل تسكيت ايش الارت كلاس 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 كلا يعني حتى انا فعليا قد اصور فعليا اخي ابيوكم اياها. بدأ اعملها. هادي. السكشن. شايفين كيف هاي. شايفين هادي. اللي هي هاديك. هادي بدي خليلها ايش دي اقوله فعليا. ايش دي اقوله فعليا هادي هادي خليلي اياه نسبتها قدياش. سبعين في المية. كيف ها بعمل هادي. بدي اقوله انا السكشن. اللي اللي تبعه. اسمه بيكسكشن. خليلي سبعين في المية. هادي نشوف ايش تطلع معنا. ها رفت. شايفين يا شباب. سبعين في المية. صح? وهادي ثلاثين في المية. صح? لكن برضو لسه لعناصم عندي مش من ثلاثة بحركة. كيف انا فعليا. ايش انا لما تتلاثة بش فعليا. بدي العنصر هادي يجي على اليمين. صح? بش بديها هادي يجي على اليمين. مش هادي موجود على اليمين. انا عندي في الرسمة. احنا شفنا اول ما بدأنا. تمام? هادي بديها على اليمين. كيف بدخليها على اليمين. تمام? كل بساطة. ايش راحت اليمين. وهذه تلقين طلعت فوق زيكا. والامور تمام. بس هناك تداخل هنا. هذا التداخل نتيجة انه فعليا. عندي انا بوردر. شايفين عندي. يعني النسبة انها فعليا. سببينة وثلاثين وثلاثين في المية. بش دقيقة. ليش؟ انه في عندي انا بادن. زاح شوية. وعندي بوردر. سمكة البوردر هادي. وعندي هنا كمان مارجن. شايفين عندي هنا مارجن. وهنا مارجن. تمام? وهنا بادن. تمام? هاه بادك فعشان هيك انه 70% و30% ليش فعليا. دقة قال Îped يا بوårدر بياخد من الحجم الكلي طبعا. من النسبة eكلية تمام? فعليا عندي بوردر وعندي بادنج تمام؟ كل هذا يأخذ. طلعا لقد خلت 27% تقريبا مقبولة لليلي تمام؟ هيا شفين شباب الآن صار الموقع تبعي أنا فعليا تقريبا مقسم زي ما أنا تخيلت تقريبا فعليا هاي تقسم هي عندي الهدر وهي عندي فيه الرسمة وفيه عندي أنا المينيو تبعتي وفيه أنا عندي السكاشن طلعك في مرتب سات فعليا هذا الجزء 70% وهذا الجزء اللي هو 27% أو 30% فعليا أنا حصلت على الموقع تبعي كاملة بعد تضبطت هيك السريعة نقرب الموقع تبعنا من الدزاين تبعي الحلول فقط أن أضيف بعض اللمسات الجمالية فقط وليس أكثر على الموقع الخاص فيه هيك سريعا تمام؟ نروح نضيف هذه اللمسات الجمالية عليها زي كتمام؟ على العناصر تبعتي أول شغلة ما تبدأ أشغل في موضوع الفقر هذه الصورة هذه الصورة هذه الصورة هذه الفقر طيب هلأ كنت أضيف فعليا بعض الخصص الجمالية الآن فعليا أنا جمع الفقر الآن هذه جمع الفقر تبعتي هذه بدي أضبط الجزء هذا اللي له علاقة بالإصايد هذا هذا الجزء بالضبط أو إيش هذه الصورة بدي الصورة الشخصية تمام؟ بدي أضغرها تمام؟ بدي أبدأ أشتر على موضوع الفقر أول إيش يبدأ أعمل في الفقر هنا طبعا ما يعني كيف أجبت الفقر؟ لهاي العنصر تبعي أنا جوة الإصايد فيه عندي فقر فقر هذه عبارة عن كونتينر يحول جوة كونتينر هذه الصورة ليش؟ فهذه الفقر مثلا بدي أقول له والله يخليك أنت يا فيقر المارجن تبعك عشان هادي كونتينر فأنت أكد إميلا فعليا فاشاندي مارجن بدي أميلا زيرو بيكسل مثلا تمام؟ و بدي أديك برضو بدي أديك بادينج برضو زيرو بيكسل و بدي أقول لك والله يخلي شيف تكست قبل عشاني خلينا شوفه الأخر تمام؟ الآن عندي بدي أروح على الإميج الإميج ليس موجودة جوة جوة الفكر بدلالة أبوها ليه فكر جوة الإميج سنطلع لها الإميج تمام؟ بدي أقول لك والله أنت أخليك الويت اجتبعتك المقدار مثلا عشرين في المئة عفرضا تقريبا يعني والهاي المقدار برضو خلينا نقول لها عشرين في المئة عشرين في المئة وديها يعني بقدر أنا فعلين حتى قلت لك و زي ما قلت لك بدي أميلا بمساب عندي البايدنج الآن الفكر عندي الويت عندي عشرين في المئة بدعمل مثلا هنا وعندي بدي أعمل مثلا ممكن بقول لهاي خلينا برضو عشرين في المئة وضع معاشي في المئة ممكن وعندي كمان ممكن أنا بتعمل ايش؟ عندي بايدنج ألا خلينا نشوف اوش ايش تطلب معنا عشان نشوف ايش شكلها وشكلتها هيا شكل ما شكلها صغيرة كتير صحيح؟ شكل مئة صغيرة كتير خلينا مثلا أبعي في المئة تقريبا أوجبه لها بدخل الصورة هادية يا شباب بدخل الصورة هادية في النص جاية جاية في النص كيف بدأ أعملها؟ هادة في الكنتينر تبعها في الكنتينر تبعها هنا الفيقة صحيح؟ بدعم الشاشة اسمها تكست ألاين باقول له سنتر بشكل هاد خلينا عميترفيش تيجي الصورة هاي شبابة لان هادة كنتينر نفسه هادة الاسمه في قهر تمام؟ خليت المحتور الجوه يكون هاش في النص خليت المحتور الجوه يكون هاش في النص طب ماش ايش كمانا بحتاج؟ بدأ أعمل لي هادة الصورة هادة بشكل دائرية على الصورة فبقول له أنا مثلا هادة كيف نعملها مثلا؟ نفس الفكرة اللي عملناها هاوين؟ هاي بوردا راديس بوردا راديس وثلت الخمسية في المئة طبعا ها نفه بشكل هاش دائرية تراكب شكله ايه بالشكل داريب فده يكون شكل بيضار طبعا هاي بوردا خليت المحتور الجوه يكون هاي بوردا أعملنا سيف ام اشباشي في مياه اسمع في مياه اشباشي في مياه اشبت او هاي بوردا تمام تمام انا جابت اعمل بالبيكسل مثلا خمسين بيكسل تم هاي بس هاي بس هاي نحط سيميكولوم سيف تمام شباب الان يجي للنص هذا هذا النص بدخليه في النص برضو وين هذا النص موجود اللي هو هو تمام هو عمل وجوال ايش ابراهيم ايش دا عملها جوال هو هدا العنصر اسمه اخدنا وهذا وادا اقول له تكست اللاين تبعت اك تمام بتكون بشكل هذا شوالي احد يجي مفروض هذا ايش شايف كيف بده اغير الكلار تباع حلول انا ازرق مثلا اه باكتوب كالر مثلا ايش بلو هاي يسير بده اعمل مثلا شادو تكست شادو تمام اه مثلا واحد بيكسل واحد بيكسل بده اعملها لون ازرق سماعة متلا سكاي بلو اعم ريفرش تركبت بشكلها طب ممتاز حلو قدت اهي البلس بعدي مثلا ايش تبعاتي اهي الاميج تبعاتي كنت انو اهي تبعاتي تمام الكلام بيعت شغل في المية في موضوع البروغرس في الميتر هانا اتنجم في هذا البروغرس اسمه ايش بلوغرس في عندي اعمل اشتراك في عندي بروغرس او ايش في عندي ايش ميتر هذا بده اشتراك في جزء ايش جزء اهيه اول شغلة انا بده اخلي هدولا تاخد تاخد المساحة كاملة هدي بلس بخمسة تسعين في المية مثلا فاشو اقول له اقول له انت يا بروغرس وي ميتر وانا عشان اعملت انتين انا انتين هدولا اقول لكم انتو اخدوا الويت تبعتكم مقدار مثلا خمسة تسعين في المية شوف هي مناسبة لا الي ولا لا اتشوف كيف شوفين كيف الشكل هده فرير اتشمل 5 ويل نسبة لكن انا طلع كيف هنا في هنا نسبة وهنا انا احفف الظبط هنا يعني انا عملت لها اعملت شغلة مثلا ممكن اعمل بادينج ليلة بادينج من وين يا شباب بادينج من الليفت بادينج ليفت وعملتها مثلا بغضاء خمسة بكسر شوفين كيف شوفين كيف زاعد بالشكل هده تمام طب تمام ايش عنا كمان ممكن نعمل هنا هنا فيها يعني تقريبا هناش بس هنا بشوف البلوكات هادي بدأ خلي البلوكات هادي تمام بتاخد لهم مختلف يعني هادي البلوك هادي نحن نسمينها ايش سكشن كلاس بلوك هادي يعني مثلا سكشن الكلاس تبعدتها اسمها بلوك بدأ خلينا باكي جراون تبعتها كلاس 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 بشكل هادي تمام هادي ممكن انت تختار مثلا لون تاني مثلا تميزه ميزش اشكال تبعدك او بلوكات تبعدك انت فعليا حسب انت فعليا بدك يعني فلما رجلها لك هذه الصيلات انت فعليا تقدر تلعب فيها كيف انت من بدك طب اه هانا كمان نفس وقت كمان بدي اعملها هانا بادك اه مقطع عكل ايتيجات مقطع عشرة عشرة بإكسل شكل هادي شكل هادي شكل هادي شكل هادي هانا كمان نص تبعك جوال نص بقوله تكست اللاين بدي اعملها عشان تبدي تطلع كيف شكل هادي صارت شكل هادي ايش منظم اكتر ايش اكتر اسيجاب ايش لايش بحيث نبقلها بكل هاش كل هاش خاصة هاش فيه تمام اه قد فيه ضعي لي اشي اه اه ضعي الفوتر اذا صحيح احنا فوتر احنا ما اشتغلناش عليها هادي نشتبع الفوتر الان اه قد احنا خلصنا كل واحدة مسكناها من الحال تمام وعبنا فيهم تمام وعدنا الالوان اللي الخاصة فيهم وضبطنا اه قد يجينا موضوع الفوتر اخر اشي ايش اي فوتر في الفوتر بدي اعملك ايش بدي اعمل مثلا او اشي بدي اعمل بادنك بمقدار اتنين بيكسل عفوضة هكت ممكن اعدى عليها بدي اعمل للنص طباح انا في الفوتر هادي بدي خليه النص صباح افو النص فبعم ايش تكست تمام طب ماشي اه بدي اعمل فونت ستايل فونت ستايل فونت ستايل اخدنا اش في عندك في عندك او عندك تمام في عندك يعني ما بيكون اتاليكي او بلكيو تمام يعني مائل او فعليا ايش خلينا نقول ايش خليها خطيش مائل ايش اصار خطيش مائل بدي اغمقه شفية بدي اقوله فونت ويت تمام بدي اقوله والله انت خلينا نقوله تمانمية درجة تمانمية فعلينا اطلع كيف ادغمك تمام ايش بصونا كمام بدي اخلي الخط هاده ابيض لونه بدي اقوله color ايه white او مثلا ايش او بالهدس left me اللي west او ال… الواد ايش يقولنا احنا الfight تابعنا الهو مئتين وخمس وخمسين مئتين وخمس و خمسين مئتين وخمس و خمسين مئتين وخمس و خمسين بشكل ه LI. تمام؟ اعمل bezинawan تكست تكست شادو تمام تكست شادو مثلا خلينا نقول لون لون اسود اه لون اسود اللي هو مثلا الا اول اول شي يقول نحن بتاخد هذا قيم مثلا واحد بيكسل واحد بيكسل ايه بلاك خلينا من هاته لون اسود اقوم بتبنى بالشكل هذا تمام يعني الان تقريبا لا انش موقعينا تقريبا شبه يصار جاهز الان تقريبا شبه جاهز فعليا عشان شوفها عرض الواقع بس انا بد اقيم كل البوردارات هذول بس اللي كنت انا مستخدمهم عشان بس التحديد عشان شبهوا موقع على حقيقة كيف يصير فعلي اخرجت هذا صفره نعمر فلاش شوفي كيف يصيبب الان هاي الموقع طبعيا انا فعليا. هاي هذا الموقع ايش تبعا فعليا. ممكن هانا اعمل هدولة بوردر هدولة الساكاش هدولة البوردر. وين هدي بوردر? المين? البلوكات هادي. سكشن دوت بلوك هادي اللي احنا ملناها. هادي اعملها مثلا بوردر. او بوردر راديس. بوردر راديس. بوردر راديس مقدار مثلا. ايه. خمسطاش. انا. طيب. الان بس هادا بدينا عيزة الروفاير اكسبيرنس كل واحدة في يوم. انا طبعا انا قلعيت مع ايش موجدي جوا من جوا الاتشتو لموجودة جوا سكشن. طبعا سكشن هادي مش ميزة لها بلاس ولا ايش يعني. جواها ايش هتشتو. طبعا الاتشتو بس هي الموجود جوا سكشن. في عندي سكشن. في عن اشتو غير الموجودة جوا سكشن. حسب ما انا شايف فعلا فعليا لأ. طبعا انا ممكن استخدامها بيقوله انا الاتشتو الموجودة جوا سكشن. يعني سكشن. وهي فعليا هتكون هم هدول اللي حابهم. هادي بس بدي ادي لها باكي جراوند كالر. باكي جراوند كالر. بدي ادي لها لون ايش. ايش اللون مناسب هانا ممكن ندي لياها. اللون ممكن اللايت غري. اشوف ايش نتبين. لون هيك عشان هادا رمادي اطراق بشكل هادا. احكي تمييز. هادا هي عشان نضبطها دمام عشان لكم بس مميزة. عشان بس هيك نبين معايا. بدي ادي بوردر ريدياس هادا. بوردر ريدياس شكل هادا. الان بوردر ريدياس تبعتي انا فعليا. بدي ادي هكي بالشكل هادا. هادا رايش ندي لهم ايش بوردر ريدياس. ريدياس طبعا زي ما قلنا احنا. بدي اكون من ايش زي ما انتشافين عند اربع تجاهات ليلة. اربع عش تجاهات ليلة. دوسنا بالسيف هنا. ستأكدهم فعليا. هادا كيف افضل البوردر. بدي انا بوردر ريدياس. بوردر ريدياس هتاخده ايش. اربع تجاهات ليلة. فرضا انها بداخل ليلة صفر من شمال. اه من شمال. من اليمين هتكون طبعا توب. اخنا نقول اه خمسة عشر بيكسل. بانتهت خنا نقول خمسين. طبعا ابدأ نوع انا شباب امية. والتاحد بتكون مثلا خمستاش. بشي بريد ان تطلب معي كيف شقرها. بشي بريد ان تطلب. مصراش في مية. خمسين في مية ليش لو تاحد. وكنا بس نسعب دلي هادى. بشي بريد ان تبدأ القصة صحيحة. انا. او ممكن اكبرها بالنسبة لان انا اشتغلت عليها سهيك. مثلا اقول له اللاير. هذه خمسين بيكسل بشي كده. خمسين بيكسل. خمسين بيكسل. اوكي كمان اخليها البوت افتباعتها صغيرة. البوت افتباعتها مقدمة خمسين بيكسل. بشكل هادى. ممكن اه نعمل بادينج لالها. بادينج من اين من البوتوم. بادينج. ايه بدي بادينج عدد. انا شبتهم. اثنان هنقول 20 بيكسل. شكرا. تمام. عشان تبدأ ايش تضبع معنا الصوت ماذا. الان انا بدي. هذه الجهاز مبزق فيه في الاشياء انا شابه وعملت خمستاش فقط نطر انا الجزء هذا فيه بادنج توب هذي بدقييمة ها في السيكشن انا فيه عندي فيه هذي فيه عندي الاتش تو فيه عندي الاتش تو تبعتي الاتش تو ايش ما زي ما تشافين هنا في عندي ايش في عندي مارجن يبدون في عندي مارجن اتأكد فرينا او في عندي مارجن هنا فرينا بدي اقوله مارجن بتم بتساوي زيو مارجن بتم بتساوي ايش زير باكسل اش اكاده كنا بات لسه ما خلقناه وصلتش في عندي برضو انا في السيكشن هذي تعدل الكلاس بوك برضو في عندي مارجن برضو يبدو في عندي مارجن برضو وصحيح في عندي ايش مارجن في عندي مارجن هو يفي السيكشن تبعه للبلوك اللي هو ارف خليف علينا سكشن اسمه بلوك بده اقوله مارجن توب سوى زيور مارجن توب سوى زيرو بكسل بالشكل هدا خليف علينا هادا الان جزء هادا حيث تلزقه عن فوق شكل هاده تمام هيك يعني اه تقريبا اي ستايل عندك بده يبين طلعه كيف شكل هاده فهم هاده سيف كبئة ديالة لون مثلا اه اتشمال ادي ديالة اه اه color text يالو ها اه ها اه ها اه ها اه ها اه هون دي بده لوانه مثلا تيكست شادو تود اسكس شادو هنا ابلون مثلا ازرق بده دي لابعود طوال الوان هاده ممكن ان تفعلين حسب اسبوق الواحد في بلان بشكلها هان مثلا بده اعدل هاده دخلي في بادنك هانا بين هاده و ايدا الانصر هاده بين الانصر هاده وفق كابشن تبعتي وين فق كابشن تبعتي فق كابشن ما استخدمتها بعدها دخلي عندي ايش ايه مارجن مثلا مارجن يعني برجب بينه وبين الانصرين مارجن ايش بوتم تمام ودخلي مثلا نخلي نقوم خمستاشر اكسر بينه شكل زاحت هاده الانصر زيها اكتر او الخمسة اشي بشكل هاد بزيها تمام ايكا شباب انا تقريبا ها انا فعليا موقع تابعي الان انا انا جهزه بكل اشي بكل بساطة تمام بكل اشي تمام فيه زي هيك هذه بكل بساطة يعني تمام انا اه كيف انا نفعلين اجهز الموقع امان الان انا كل واحد فيه الان يشتغل على موقع تابعه تمام ويش اوه ويزبط الستايل تابعه بحيث نفعلين انه يلائم لائم الموقع تابعه والشكل النهائي اللي هو اختاره في الاوه زي هيك تمام طيب اقل من الوارغرافة ايه او المخطط او الكروكا اللي تستخدمها في البداية تمام كل هيته شباب بنفس المعايير اللي انا اشتغلتها بنفس المعايير تماما اللي هو انا فعليين اشتغلت على الاتشتماعيل ورتبت على الاسطبات بنفس المعايير بان اشتغلت على الاساس بمسك كل عنصر ايش كل عنصر لحال تمام ببدأ اشتر عليه شوية شوية لغاية ما فعلينا اصل للشكل اللي ايش النهائي وكل العلاصل اخدناها هاده كل هيته احنا فعلينا اخدناها يعني كل هيته اخدناها ومفس الشيء ما صدمت شي شيء غريب يعني تمام كل اللي موجودة فيهم يغطركم الف عافية وبتمنىكم كل التوفيق سرمائك